بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلبة وطالبات الصف الاول السنوي. النهاردة معاد مراجعتنا المراجعة العامة لمادة الرياضيات على قناة التعليمية اكد. بناخد مجموعة من المسائل وما تنساش انك انت بتمتحن مسائل مقالي ومسائل اختياره متعدد. فاحنا بنجيب لك مسائل من هنا ومسائل كده. علشان تدرب نفسك على الاتنين. نبدأ ان شاء الله اول مسألة. بتقول المسألة عبارة عن اه اذا كان به مد زائد جيم مد بتساوي واحد واثنين وسالب تلاتة وصفر. والف عبارة عن سالب واحد وصفر واثنين وتلاتة. فقامنا الف به زائد الف جيم مد بتساوي ايه? طبعا انت عارف انه المد في الجامعة ما فيوش عكس ترتيب يعني بمشيها عادي يعني بقوله الف به زائد الف جيم الكل مد بيساوي الف به الكل مد زائد الف جيم الكل مد. وبعدين الضرب بيعكس يعني يقوله بيساوي به مد. الف مد زائد جيم مد. الف مد. وممكن كمان اخد الف مد عام المشترك ويبقى لي به مد زائد جيم مد. الله طب ما هو به مد زائد جيم مد انت معاي اللي هي المصفوفة واحد اتنين سالب تلاتة صفر. في الف مد اللي هي نمد دي. دي الف بس عايزين نمدها. ده ده الصف. عايزة مده. يبقى نقول له سالب واحد صفر اتنين تلاتة. يلا بقى نضربهم مع بعض. بينا ولا نرفع الورقة شوية اهو. يلا نضربهم مع بعض. ها صف فعمود. واحد بسالب واحد بسالب واحد. اتنين في صفر بصفر. ها صف تاني في عمود. واحد في اتنين باتنين. واتنين بتلاتة بستة. يبقى تمانين. يلا الصف ده في العمود الاولاني. سالب تلاتة في سالب واحد بسالب بتلاتة. وصفر في صفر يبقى بتلاتة. صف في عمود. سالب تلاتة في اتنين بسالب ستة. وصفر في تلاتة بسالب ستة. بعد ما جبناها نشوف يا ترى انهي واحدة فيهم دي هنقوله الاجابة دي اللي هو سليب واحد تمانية تلاتة سليب ستة. تيبقى مرة تانية انا عندنا خاصيتين مهمين جدا. الخاصية الاولى انه الف زائد به الكل مد. فبيساوي الف مد زائد به مد. يعني في الجمع المد بينزل زي ما هو ما بنعملش في حالة. انما الف به الكل مد احنا بنعكس. فبنقول وبيساوي به مد فيه الف مد. فلازم تاخد بالك من الخاصيتين دول مهمين جدا. ودول هما اللي حلوا المسألة. مسألة رقم اتنين بتقول ازا كان الف به جيم ده المتوازي اطلاع فيه فيه الف بتساوي اتنين وتلاتة. واحد وتنين. وبه بتساوي سين وسليب تلاتة. وجيم بتساوي سليب اتنين وخمسة. ودال بتساوي سبعة وصار اوجد به دال. فاحنا بنقوله انه الف دال بيساوي به جيم. الف دال بيساوي به جيم. وبعدين بنفك دي هيبقى دال ماقس الف بتساوي جيم ماقس به. لما بتحب بتفك ده بتفك النهاية ماقس البداية. يعني الدال ماقس الالف. وبعدين تودي الالف الناحية التانية تبقى دال بتساوي جيم دائد الالف ماقس به. دال هي مين? هي سالب سبعة وساط. قيم هي سالب اتنين وخمسة. الف هي واحد واتنين. السالب اخليه موجب. ودخل السالب جوه يبقى سالب سين وتلاتة. هي سين وسالب تلاتة. دخلت السالب جوه يبقى سالب سين وتلاتة. يلا نجمع بقى كل دول. فنقول له سالب اتنين وموجب واحد سالب واحد. وسالب سين يبقى سالب واحد آآ سالب سين. خمسة واتنين. بسبعة. وتلاتة يبقى عشرة. يلا بقى تساوي الزوج المرتب ده. بالزوج المرتب ده. فنجي نقول له ايه? آآ سالب سبعة بتساوي سالب واحد زائد سين. ونقول له ساد بتساوي عشرة. يبقى في الحالة دية آآ اود السالب واحد الناحية التانية تبقى سين تساوي سالب ستة. والساد بتساوي عشرة. يبقى معنا كده انا خلاص عرفت السين واعرفت الايه? الساد. عايزين نجيب بقى بهدال. بهدال هي دال اللي هي سالب سبعة وساد اللي هي عشرة. ناقص ب اللي هي سالب ستة ناقص تلاتة. ولو عملتهم زائد يبقى هدخل السالب جوه. يلا بقى نعملها مع بعض. سالب سبعة وموجب ستة يبقى سالب واحد. عشرة وموجب تلاتة يبقوا تلاتة عشر. وبالمنظر ده احنا قدرنا نجيب بهدال وخلي بالك المسألة دي مسألة آآ مقالية. ما فيهاش احتيار من المتعدة. عمود انارة طوله تمانية متر. يلقي ظلا على الارض طوله خمسة متر. فان قياز زاوية ارتفاع الشمس عند ازل لاقرب درجة بتسوي كام? فاحنا بنتخيل معانا المسألة. ان انا معايا عمود انارة اهو قدامك تمانية متر. وبيلقي ظل خمسة متر. وهو عايز زاوية ارتفاع الشمس. على اعتبار ان انا متخيل ان هنا في شمس. وانا بعمله زاوية ارتفاع الشمس. والتكن ايه? فانا بقول له بقى زاوية ارتفاع الشمس دي عبارة عن زاهة بتساوي المقابل على المجاور. يعني بتساوي تمانية على خمسة. وبعدين اقول له شفتان كسر تمانية على خمسة. اقفل القص يساوي كمى فتطلع الزاوية تقريبا هي قياس زاوية هي تقريبا سبعة وخمسين تسعة وخمسين. درجة دي ايه? آآ اربعين سانية. طب احنا عايزين نقربها لانه ما فيش ثواني ولا دقايق. فهي سبعة وخمسين تسعة وخمسين. نقول له بقى قياس زاوية هي? بتساوي تمانية وخمسين درجة. احنا قربناها. خلي بالك الزاوية سبعة وخمسين تسعة وخمسين اربعين. لما تقربها بتاخد التسعة وخمسين دي بتخليها درجة. فتبقى تمانية وخمسين. وتبقى الاجابة دالة. توجد مجموعة حل المتبينة دي سين زاق خمسة اقل من او يساوي تلاتة سين زاق واحد اقل من او يساوي اتنين سين زاق اتنين. فيها? المسألة لما تلاقي فيها هنا في سين برا وهنا اتنين سين? ما ينفعش نقوله بالطرحة او بالجمع. انما ينفع ان نعمله كده وناخد دول مع بعض. ونقوله سين زاق خمسة اقل من او ساوي تلاتة سين زاق واحد. وناخد الاتنين دول مع بعض ونقوله يبقى تلاتة سين زاق واحد اقل من اتنين سين زاق اتنين. يبقى انت اخدت مرة الوسطاني مع الطرف اليمين واخدت مرة الوسطاني مع الطرف الشمال. يلا بقى نحل. فنيجي من اقوله ايه هوادي السين اليما دي وودي الواحد اليما التانية. يبقى تلاتة سين حجلها السين اليما التانية بسالب واحد. سالب سين. وهنا الخمسة سالب واحد. دول يبقوا اربعة. اقل من او يساوي اتنين سين. تلاتة سين من سين. بالاسمة تبقى سين اكبر من او يساوي الاتنين. سين اكبر من الاتنين يبقى انا لو تخيلت ان ده صفر. وده واحد ده الاتنين اكبر او تساوي يبقى معنا كده الحل في تحقيق دي. ده حل الجزئية الاولى. يعني ممكن نسميه مثلا من واحد. طب نحل التانية. نود الاثنين سين ونود الواحد. يبقى تلاتة سين ناقص اثنين سين اقل من اثنين ناقص واحد. يبقى سين اقل من واحد. لو حبيت تحلها بقى دي. هتلاقي الواحد هنا. واقل مش مش مزللة كمان. اقل تمشي كده. لما توجد التقاطع ما بين الاثنين هتلاقي التقاطع فاش. مفيش حاجة مشتركة بين الاثنين. في الحالة ديك هتقول له انه مجموعة الحل بتساوي فاي. اللي هي الاجابة دين. يبقى انت لما تلاقي مسألة على الطرف اللي هنا. على الطرف اللي هنا مش بيساوي الطرف اللي هنا. ده سين وده آآ اتنين سين. لو دي تنين سين ودي اتنين سين نقول له ايه؟ بطرح اتنين سين من كل الاطراف. لو دي سين ودي سين نقول له بطرح سين من كل الاطراف. لكن لما تلاقيها مختلفة يبقى خض الواسطانى مرة مع الطرف اليمين في متبينة. وخض الواسطانى برضو مع الطرف الشمال في متبينة. حل دي وحل دي وبعدين اوجد التقاطع بينهم. ازا كانت ال killing به بتساوي سلف تلاتة واثنين وبها بتساوي صفر واتنين. فان معيار الف جيم بساوي اين. فبنيجي نقول له تعال كده عشان انت مش بديني لبيان الف ولا بيان جيم. لكن تعال نقول له الف ده اللي هي ده ناقص الف بتساوي سالب تلاتة واتنين. وبه جيم اللي هي جيم ناقص به. بتساوي صفر واتنين. دي المعدل رقم واحد ودي المعدل رقم اتنين بنقول له بتجمع. هتلاقي البيه راح اتماع البيه. ودياني جيم ناقص الف وهنا بجمع. سالب تلاتة وصفر سالب تلاتة. اتنين واتنين اربعة. جيم ناقص الف اللي هي الف جيم. انت لما تيجي تقول له الف جيم بيبقى النهاية ناقص البداية. بيساوي سالب تلاتة واربعة. كده احنا جبنا الف جيم. طب احنا عايزين نجيب معياره. معيار الف جيم. معيار الف جيم حيساوي عبارة عن الجزر التربيعي لتسعة زائد ستاشر. هتساوي الخمسة وكام وعشرين. دائرة دائرة مساحتها تلاتة وخمسين وستة من عشر. فان مساحة قطاع دائري قياس زاوية وسبعة وستين ونص كان. طبعا انت عند قانون ليه مساحة القطاع نص نقف لام. مساحة القطاع نص نق تربيع في هيدال. ومساحة القطاع سين درجة بالدرجات. على تلتمية وستين في مساحة الدايرة. يبقى اقول له انا كده مساحة القطاع بيساوي سبعة وستين ونص على تلتمية وستين في باي نق تربيع. اللي هي تلاتة وخمسين وستة من عشرة. نضرب دول بقى في بعض ونطلع الناتج. هيبقى عبارة عن كسر نكتب في سبعة وستين كمى تلاتين كمى على تلتمية وستين في تلاتة وخمسين علامة ستة من عشر. يبقى بيساوي هتطلع عشرة وخمسة من مية. يعني لو انها تقريبا تطلع بتساوي عشرة. يعني كلام ده تقريبا بيساوي عشرة سنتيمتر تربيع والاجابة تبقى الف. هنا في المسألة دي بيقوله ازا كان زا سيتا بتساوي تلاتة فان قا تربيع بتساوي ايه? احنا عندنا قاعدة بتقول ان واحد زا تربيع سيتا بتساوي قا تربيع سيتا. فانت عايز قا تربيع سيتا. فانا هقوله يبقى واحد زايد الزاب تلاتة تربية هتبقى تلاتة تربية بتسعة. يبقى واحد زايد تلاتة تربية بتسعة بتساوي قا تربيع سيتا. يبقى قا تربيع سيتا بتساوي كم? بتساوي عشرة. يبقى الاجابة عشرة. ازا كانت سين عبارة عن اتنين اربعة سفر واحد فان سين قس سالب واحد بتسوي كان. علشان اجيب سين قس سالب واحد لازم اجيب محدد المصفوفة. اللي هو المحدد اللي هو بيساوي هاصل ضرب القطر الرئيسي من القطر الفرعي. يبقى اتنين في واحد ناقص اربعة في صفر. بطلع اتنين. وطالما طلعت ناتج يبقى فعلا ليها معكوس مصفوفة. انما لو طلعت صفر نقول له المصفوفة دي ملهاش معكوس. بعد كده بقول له يبقى سين قس سالب واحد بتسوي واحد على المحدد. افتح قوس القطر الرئيسي ببدله. هو اتنين واحد يبقى واحد واثنين. القطر الفرعي بغير اشارته. تبقى سالب اربعة وصفر. طب اخش بالنص عليهم يبقى النص يضرف الواحد يبقى نص. النص يضرف السالب اربعة يبقى سالب اتنين. النص يضرف الصفر يبقى صفر. النص يضرف الاتنين يبقى واحد. يا طرى الاجابة دي فين هنا? نقول له الاجابة دال نص سالب اتنين صفر واحد. يبقى خلي بالك خطوات ايجاد المعكوس بتاع المصفوفة. الاول لازم اجيب قمة المحدد واتطمن انه لا يساوي الصفر. ازا فعلا لا يمساق الصفر اكمل. اقول له يبقى سين واحد واحد على المحدد. وافتح قوس. بغير اشارة بغير اماكن القطر. بغير اماكن القطر الرئيسي. يعني ده كان اتنين واحدة خليه واحد واثنين. وغير اشارات القطر. اغير اماكن القطر الرئيسي. القطر الرئيسي ده فين يا استاذ? اهو. واغير اشارات القطر الفرعي. القطر الفرعي ده فين يا استاذ? اهو. ما اغيرش مكانه انما هو قاعد اغير شرط. ما اغيرش مكانه انما هو قاعد اغير شرط. الصورة القطبية الف جزر ثلاثة سين زائد صوت. يا ترى الصورة القطبية دي بنعمل فيها ايه? تعال اما فكرك الصورة القطبية يعني عايزة اخلي بالك الصورة دي اللي هي المتجهة الف ده اللي هو يعتبر جزر ثلاثة وواحد. دي صورة احداثية. الصورة القطبية اللي هي الف عبارة عن عايز معيار الالف والزاوية بتاعته. ويا ليه تبقى الزاوية بالتقدير الدائري? يعني في ناس بتكتبها بالتقدير الستيني بس الافضل انها تتكتب بالتقدير الايه? الدائري. فانت محتاج ايه بقى? دي القطبية. انت محتاج تيجيب المعيار ومحتاج تجيب الزوية. طب اجيب المعيار ازاي نقوله سهلة اهي. دا معيار الالف بيسوي الجزر التربيعي لمربع ده يبقى تلاتة زائد مربع ده يبقى واحد. يبقى الجزر التربيع للاربعة تبقى اتنين. خلص كده جيبنا الاثنين. فبباء الزاوية عملها ازاي نقوله زاغة بتساوي صاد على سين. صاد اللي هي واحد على سين اللي هي جزر تلاتة. واقول له قبل ما تخش الامتحان في مربع صغير كده بسيط خالص هنا كده. مكتوب عليه حرف الديل. لازم تتأكد انه مكتوب. دي يعني ديجري يعني بيئيس بالقياس الستين. فانت لازم تبص عليها الاول تشوف. حرف الديل هم موجود ولا لأ? لانه لما حتى يغير لك في النظام ده هتجيب انت الدرجات بتاعتك غلط كلها. فمتقول له شفت تاني. كسر واحد على جزر تلاتة. واقفل القوس. واقول يساوي فتطلع تلاتين. تلاتين دي اللي هي طلعت هقول له يبقى سيتة بتساوي على ستة. افني منين يا استرس? نقول له اصل بمية وتمانين. ولما سمع على ستة تطلع لتلاتين. وانا عايزها تلاتين بس انت قلت لي يستحسب تكتبها بالشكل الدائري. لانه هو حتى بص بقى الاجابات بتاعته. باي على تلاتة. باي على تلاتة. باي على ستة. باي على ستة. يعني كاتبهم كلهم بدلات باي. فاحنا احنا جايبين المعيار بتاعنا كان بقى معياره. يعني معنى كده ان الصورة القطبية هتبقى عبارة عن اتنين وباي على ستة. يا ترى الاجابة انهي. اتنين وباي على تلاتة. اربعة وباي على تلاتة. اتنين وباي على ستة. الاجابة اتنين وباي على ستة. يعني الاجابة جيب. مساحة القطاع الدائري اللي طول قطره بيسوي اتنشر. وقياس زاوية المركزية بتسوي ستين. افكرت بس بمساحات القطاع كلها مساحة القطاع بتسوي نص نق في لام. مساحة القطاع بتسوي نص نق آآ تربية في هدال. مساحة القطاع بتسوي سين درجة على تلتمية وستين نق تربية اللي هي مساحة القطاع. بالمرة كمان افكرك بمحيط القطاع. محيط القطاع باتنين نق زا اجلاب. يعني ده تقريبا للدرس كله بالمنظر ده كده. تعالى بقى عايز هو مساحة القطاع ومديني يخلي بالك القطر. فهقول له انا نق بتساوي اتناشر على الاتنين فيها الستة. وبعدين آآ آآ مديني السيتة بتاعتي بستين درجة. يبقى قوله القانون المناسب هنا المساحة هنا هتساوي ستين على تلتمية وستين في باي في آآ الستة دي تربية تبقى ستة وكام وتلاتين. يلا نحسب الكلام ده هنا كده بقى هنقول له ايه? ستين على تلتمية وستين آآ في في شفت باي في آآ ستة وتلاتين. ونطلع الناتج الناتج هيطلع ستة باي. خلي بالك دي مسألة مخالي. يعني يا استاذ مخالي. يعني الخطوات بتتحاسب عليها. كل خطوة بتكتبها آآ بتحسبها بتحسب عليك. ولزلك المفروض انه من الحل يبدأ من الخطوة دي لانك تكتب القانون مساحة القطاع سين درجة على تلتمية وستين فباي نق تربيع. يبقى يبدأ الحل من انك تكتب القانون لانه عليه نص درجة. وبعدين تقول له ايه? نق بتساوي نق اتناشر على الاتنين فيها الستة. سيتة سيتة بتساوي ستين وتقوم كاتب له المساحة وتكتب له سنتيمتر تربيع. عند حل النظام آآ اتنين سين زائد تلاتة ساط ناقص عين بتساوي واحد. وتلاتة سين زائد خمسة ساط زائد اتنين عين بتساوي تمانية. وسين ناقص اتنين ساط ناقص تلاتة عين بتساوي واحد فان دلتة سين على دلتة بتساوي كامل. انا بس هشرح لك وبس هعلمك تحل المسألة اسرع من كده. الدلتة هي عبارة عن المحدد بتاع المعاملات. بس بشرط ان تكون المعادلات دي كلها مترتبة سين صادعين. سين صادعين. سين صادعين. فتقوم تكتب اتنين تلاتة سلب واحد. تلاتة خمسة اتنين آآ واحد سلب اتنين سلب تلاتة. يبقى ده الدلتة. الدلتة سين هو عبارة عن محدد بتشيل صف السين وتكتب فيه النواتج. اللي هو التمانية الواحد الواحد. وهنا تلاتة الخمسة السلب اتنين. السلب واحد اتنين السلب تلاتة. اول مفروض ان احنا بنجيب دي ونجيب دي ونقسمه معنا بعض. لكن تعال معلمك حاجة بقى حلوة تحلها بالآلة. بنقول اكوشن آآ وبعدين نقول تلاتة اتنين. فبيديني تلات معادلات. بس المعادلة فيها اربع حاجات. فتيجي انت لازم تدخل الاربع حاجات. والحاجة الاخيرة اللي هي الواحد دي ما تخشش جوه. لأ تبقى برة. فتعالا معايا بقى نقوله اتنين يساوي. آآ تلاتة يساوي سالب واحد يساوي واحد يساوي. بينزل هو للخطوة التانية. آآ تلاتة يساوي خمسة يساوي اتنين يساوي تمانية يساوي. ينزل للمعادلة التانية. اللي هي واحد يساوي سالب اتنين يساوي سالب تلاتة يساوي واحد يساوي. اول واحدة هتجيب لي السين. طلعت باربعة. السين دي اللي هي المفروض دلتة سين على دلتة. احنا ما عملناش دول. احنا عملناها بالآلة. اقول له بتصور دعا. لكن لو انت عايز تعمل دول ما فيش مانع ان احنا نجيب المحدد بتاعة دا ونجيبني المحدد بتاعة دا. بس كل الحكاية اللي انا بوفر لك وقت في الحصة ان انا بحل لك مسألة بالآلة فتوفر وقت في الامتحان بحيس انك انت تبقى ايه لو في مسألة اصعب من كده عايزة تاخد منك وقت انت وفرت وقت هنا وحلتها بسرعة. وقلت له السين طلعت باربعة. مين بقى السين دي اللي هي دلتة سين على دلتة. بس احنا حلناها بالآلة. طول العمود المرسوم من النقطة تلاتة واحد على المستقيم ده. نتخيل ان انا معايا مستقيم كده. ومعدلته اربعة سين ده التلاتة ساعة ناقص خمسة بتسوي صفر. ومعايا نقطة هنا اسمها تلاتة واحد. وانا عايز اجيب طول العمود ده. فبقول له طول العمود اللي هو دايما بيرمز له بالرمز لام. بيساوي مقياس على جزر تربيع. الجزر التربيع فيه معامل سين تربيع ومعامل صاد تربيع يبقى ستاشر تربيع زائد تسعة تربيع. وهنا بقى بقول له اربعة وبدل مكتب السين اكتب تلاتة بتعديد. زائد تلاتة وبدل مكتب الصاد اكتب واحد. ناقص خمسة. ستاشر اه هي اربعة تربيع بستاشر وتلاتة تربيع بتسعة يبقوا كده يبقوا خمسة وعشرين. اربعة بتلاتة بتناشر تلاتة في واحد بتلاتة يبقوا خمستاشر من خمسة تبقى عشرة. عشرة على الخمسة فيها الكام فيها الاتنين. ويبقى طول العمود بيساوي تنين وحده طول او تنين سنتم. احنا لما بنربع الاربعة بنربحها تبقى ستاشر. احنا اغلطنا وربعنا الستاشر كمان. لا هي ستاشر بس ربعنا الاربعة والتلاتة بس ربعنا التسعة. من قمة صخرة ارتفاحها الف متر عن سطح البحر يكون قياس زاوية انخفاض قارب يبعد آآ عن قاعدة الصخرة الفين متر. بالردية ان تبقى بكام. ادي الصخرة اللي ارتفاحها الف متر. و ادي الزاوية اللي اللي بتنخفض بجيب زاوية تنخفاض اهي. دي الزاوية بتاعة تنخفاض وهو بيقول لي ان القارب اللي موجود هنا يبعد عن قاعدة الصخرة الفين متر. ويبقى اقول له الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتبادل. واقول له انه ظاهي بتساوي آآ الف على الفين. تطلع بنص. بعد ما طلعتها بنص بص خد بالك بقى ازاي نجيبها بالردية. ركز معايا بقى علشان نعلمك حاجة بسيطة كده. بتقول له آآ شفت موت. وهنا نمرة تلاتة دي جري ونمرة اربعة ريديان. فانا بقول له انا هاختار نمرة اربعة. كده بقيت انا تبع حتى الزرار الصغير المربع الصغير بقى حرف ار. وبعدين اقول له شفت تان وبعدين اكتب واحد على اتنين. واقفل القوس وطلع الزاوية. فتطلع الزاوية بالرديان عبارة عن ستة واربعين من مية. دل. بعد ما خلصت ما تنساش ترجع تاني وتخليها دجري عشان انت كل شغلك بالدجري. هو الراجل كان طالب المسألة دي بالرديان. فخلي بالك الريديان شفت موت اربعة. شفت موت اربعة. شفت موت اربعة. هتعمل شفت وبعدين تعمل موت وتأخذر اربعة. يكتب لك موجود كلمة ار اي دي يعني مجرد ما بتدوس عليها المربع الصغير اللي في الشاشة ده في مربع صغير كده في الشاشة يتكتب في حرف الار. يبقى انت تحت نظام الريديان. اول ما تخلص شغلك وطلعت الناتج تقوم عامل شفت موت تلاتة. اهو شفت موت تلاتة. تلاتة يعني دجري. وبص في المربع تلاقيه دي. علشان تتأكد ان انت شغلك سليم. من ضمن المسائل المقالة المسألة البرمجة الخطية. مسألة الزوايا الارتفاع والانخفاض مسألة مقالة. مسألة البرمجة الخطية مسألة مقالة. مسألة آآ قوة معدلة خط مستقيم مسألة مقالة. مسألة اثبات ان في تلات نقط او اربع نقط على استقامة واحدة مسألة مقالة. يعني مسائل المقالة متحددة في مواضيع معينة بنقول لك عليهم هم يولي. قوة القيمة العظمى لدلة الهدف ريه بتساوي تلاتة سين زائد اربعة صات تحت الشروط ان سين اكبر من صفر وساط اكبر من صفر. كلمة سين اكبر من صفر وساط اكبر من صفر يعني ارسم لي الربع الاول بس. حتى ولو في رسبة خرجت بر الربع الاول زي الحتة دي ما تاخدهاش معاك. لان انت في اطار الربع الاول بس. وسين زائد صات اقل من تلاتة بتعمل انت المعادلة سين زائد صات بتسوي تلاتة. وتقول له لو سين بصفر يعني تحط سين بصفر. صات تبقى بتلاتة. لو صات بصفر يعني تحط صات بصفر. سين تبقى بتلاتة. ساعتها هنقول له ايه? صفر وتلاتة. سين بصفر وصات بتلاتة. ادي نقطة. تلاتة وصفر. وتوصل ما بينهم صفر وتلاتة وتلاتة وصفر. فبتعمل الخط ده. نيجي هنا. لو صات بصفر سين بواحد. لو سين هي اللي بصفر صات بسالب واحد. يبقى آآ واحد وصفر. سين بواحد وصاب بصفر. صفر وسالب واحد. هنا سالب واحد. فانت عملت الخط المستقيم. بعد كده عايز تأكد انهي فترة. انهي منطقة. هي اللي حل. فتعالا ناخد نقطة ولتكن واحد وواحد. موجودة في المنطقة اللي احنا بنظلل لنا دي. واحد زائد واحد اتنين اقل من التلاتة. يبقى معانا. واحد مقس واحد صفر اقل من الواحد. يبقى معانا. يبقى اذا من منطقة الحل. منطقة الحل هي الشكل اللي هو الف به وهو جين. الف عبارة عن اتنين واحد. لما تكون رسم كويس هتلاقي المسألة بتطلع معاك بالرسم مصبوطة. آآ به عبارة عن واحد وصفر. جين عبارة عن تلاتة وصفر. وتعالى نجيب له ريه الف. وريه به. وريه جين. يعني دلة الربح بتاعت الف. ودلة الربح بتاعت به. ودرة الربح. ريه الف يعني عوض بالزوج المرتب الف في دلة الربح اللي هي دي. اكتب دلة الربح قدامك اهو. ريه تساوي تلاتة سين زائد اربعة صوت. يبقى تلاتة في اتنين. زائد اربعة في واحد. تلاتة في اتنين بستة. واربعة في واحد باربعة ايب وعشر. تعال هنا. تلاتة في واحد زائد اربعة في صفر. تطلع بتلاتة. ها? تعال هنا. آآ تلاتة في تلاتة زائد اربعة في صفر تطلع بتسعة. مين انا عايز القيمة العظمى? مين اكبر قيمة اقول له ريه? الف. تحقق القيمة العظمى. ريه الف اللي هو دلة الربح اللي بنعوض بها بالنقطة الف بتحقق القيمة العظمى. سألة سهلة جدا بترسم الخط المستقيم الاولاني بدلالة نقطتين. مش بالضرورة كل مرة تحط صفر. ممكن تقول له واحد وتعوض تجيب اتنين. ممكن تقول له اتنين وتعوض تجيب التانية. وهنا نفس الكلام. وبترسم الخط المستقيم للجدول الاولاني والخط المستقيم للجدول التاني. وبعدين بتحدد منطقة الحل بانك تختار نقطة في المنطقة اللي انت شايف انها هي الحل. وتعوض بيها انا اخترت النقطة واحد وواحد ممكن تختار النقطة صفر وصفر. اه? وبعدين ازا لقيتها بتحقق يبقى هي فعلا دي منطقة الحل. حدود منطقة الحل. الف وبه. واو. وجيم. وبما انك انت عايز القيمة العظمة فاخترنا الف احداسيها اتنين واحد. اخترنا به احداسيها واحد وصفر. اخترنا دي من احداسيها صفر. صفر وتلاتة. يبقى تلاتة في صفر زائد اربعة. في تلاتة. تلاتة في صفر زائد اربعة في تلاتة تطلع باتناشر. صفر وتلاتة. يبقى تلاتة في صفر زائد اربعة في تلاتة باتناشر. ساعتها يبقى ردلة الربح. ريح جيم هي اللي بتحقق اعلى ربح. احنا كتبنا جيم دي تلاتة وصفر. لا هي غلط. هي صفر وتلاتة. وعوضنا تلاتة في صفر بصفر. واربعة في تلاتة باتناشر. اربعة في تلاتة باتناشر. اتناشر جابت اعلى قيمة. ونقول يبقى ره جيم هي اللي بتحقق اعلى جيم. ازا كان المسلس الف به جيم مسلس فيه دال منتصف به جيم. فان الف به زائد الف جيم بتسوي ايه? احنا عندنا قاعدة اسمها قاعدة المتوسط. قاعدة المتوسط ده بتدي لك مسلس كده وبدي لك الف دال هنا كده. وبعدين بنقوله ايه? الف به زائد الف جيم بيسوي اتنين الف دال. فبنيجي نقوله الف به زائد الف جيم بيسوي اتنين الف دال. يبقى الاجابة به. وعندنا قاعدة هنا قاعدة بتقول لو انت لفيت متتالي كده. الف به زائد به جيم زائد زائد الف جيم لأ هنا بقى الف به زائد به جيم زائد الف جيم. الف جيم دي اللي هي كده. فتعال معايا كده بقى نقول له الف به زائد به جيم. زائد الف جيم. ها? يبقى تعالى نقول له الف به زائد الف آآ جيم دية. آآ بيديني الف جيم. وهنا كمان الف جيم يجيبوني اتنين الف جيم. لانه ما لفش لف متتالي. لو لف لف المتوالي حيدي المنتجه الصفر. انما هنا بيقول له الف به زائد به جيم زائد الف جيم. فانا جمعت دول بس الف به زائد به جيمي دي الف جيمي. والف جيمي يقوي ديوني اتنين الف جيم. وتبقى الاجابة به. وجد مجموعة حل المعدلة دي. اللي هي جاسين زائد جاتة سين بتسوي صفح. حيث سين اكبر من مئة وتمانين. واقل من تلتمائة وستين. لازم تاخد بالك انت تبع اني فترة. علشان خاطر ممكن تحل حاجة وترفضها. فتعالا معايا نقول له. آآ يبقى جاسين تساوي سالب جاتة سين. وبالاسم على جاتة هقسم هنا على جاتة سين وهقسم هنا على جاتة سين يبقى زا سين تساوي سالب واحد. الزا بتساوي سالب في اين? الربع التاني والربع الرابع. التاني من تسعين لمية وتمانين. بس انا اصلا ببدأ من مية وتمانين لتلتمائة وستين يبقى انا مش تبع التاني. انا تبع الرابع. فباجأ اقول له آآ تعالا نقول له الحل في الربع الاول. يبقى زا سين تساوي واحد ازا سين تساوي خمسة واربعين. طيب في الرابع هنبقى تلتمائة وستين ناقص خمسة واربعين بتلتمائة وخمستاشر. يبقى مجموعة الحل حتطلع دال. يلا هنا بقى بيقول لي قطى سيتا بتساوي سالب اتنين. وسيتا تنحصر ما بين الصفرة واتنين بعد. فاقول له انا ما باشتعلش بالقطى. هقلي بالطرفين. مقلوب القطى تبقى جاء. ومقلوب سالب اتنين تبقى سالب نصف. واسأل نفسي. وامتى الجازة ليبة? الجازة ليبة في الربع التالت والرابع. فأريدين الحل في الربع الاول. الحل في الربع الاول يعني اقول له جاء سيتا بتساوي نص. في الحالة دية سيتا بتساوي تلاتين. في الربع الاول بس انا عايزها في التالت وفي الرابعة. في التالت يبقى مية وتمانين زا التلاتين بانتين وعشرة. الرابع هتبقى آآ تلتمية وستين مقص تلاتين تطلع بتلتمية وتلاتين يبقى انا عندي حلين اللي هو متين وعشرة وتلتمية وتلاتين وتبقى الاجابة الاجابة جيد ركز معايا بقى ينتج مصنع صغير للأساس عشرين دولابا اسبوعيا على الأقصر من نوعين مختلفين لما يقول لي على الأقصر يبقى انا بقوله ايه اقل من يبقى نقوله آآ 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 ذائد به اقل من او يساوي عشرين على الأقصر اقوله اقل من على الاقل اقوله اكبر من فاذا كان ربحه من النوع الاول تمانين وربحه من النوع الثاني مية اقوله يبقى دلة الربح عبارة عن تمانين الف زائد مية به. وكان ما يباع من النوع الاول لا يقل يعني اقوله الف اكبر من تلاتة به لا يقل عن ثلاثة امثال ما يباع من النوع التاني. هو برضو النوع ده من المسائل المقالة انت مطلوب انك تتدرب عليه لانه بيجي في الامتحان. انه بسألة برمجة خطية من الحياة. من الحاجات التطبيقية في الحياة. وانك انت بتحولها الى معادلات. فانت حولت المسألة الاولانية الف زائد به اقل من عشرين. يعني خليت المسألة دي الف زائد به بتساوي عشرين. وتقوله بقى عند الف بتساوي صفر. او عند سين بتساوي صفر صاد بتساوي عشرين. عند صاد بتساوي آآ صفر سين بتساوي عشرين. وهنا برضو الالف اكبر من تلاتة به ممكن اخليها سين اكبر من تلاتة صاد. وبعدين نيجي نقول له عند سين بتساوي ستة. او صاد بتساوي اتنين يبقى سين تساوي ستة. عند صاد بتساوي اربعة يبقى سين بتساوي اتناشر. تعالى بقى صفر وعشرين هدي نقطة. صفر وعشرين. عشرين وصفر. هادي نقطة. وصل الخط. حاضر. اوصل الخط. اهو. طيب. آآ سين بستة. صد باتنين. اهي. تين باتناشر. صد باربعة. اهي. طيب يا ترى الحل هنا ولا هنا? نقول له تعالى ناخد نقطة. تعالى ناخد نقطة ولتكن آآ اتنين وستة. اتنين وستة موجودة في في المنطقة دي. اتنين زائد ستة. تمانية اقل من عشرين. طيب. آآ اتنين اللي هي السين. هل هي اكبر من تلاتة في ستة بتبنتاشر? لا طبعا. يبقى ما تنفعش. يبقى في الحالة دية الحل هنا. في المنطقة دي. اللي هي ده. نقول له برضو عشان نتأكد. تعالى ناخد نقطة ولتكن مسلا عشرة واحد. عشرة. زائد واحد اقل من عشرين. صح? طيب. عشرة اكبر من تلاتة في واحد. آه. يبقى فعلا الحل هنا. طيب. انا معي بقى في النقطة هنا. مسلا نقطة هنا اسمها الف. نقطة هنا اسمها به. نقطة هنا اسمها واو. الف عشرين وصفر. طيب به بكام? نقول له تعالى المعادلة هنا. المعادلة دي ممكن اخليها الف بتساوي تلاتة به. واشيل الالف. وحط ما كانها تلاتة به. تلاتة به زائد به يساوي عشرين. يبقى اربعة به بتساوي عشرين. يبقى ازا البيه بتساوي خمسة. وعوض البيه دي اللي هي الصات. عوض. تلاتة في خمسة بخمستاشر. يبقى النقطة دي عبارة عن خمستاشر وخمسة. اصبح معايا نقطتين. الف عبارة عن خمستاشر وخمسة. وبه عبارة عن عشرين وصفر. ودلت الربح بتاعتي ريه بتساوي تمانين تسين زائد مية صات. ده دلت الربح. فتعالى نجيب له ريه الف. اللي هو تمانين في خمستاشر زائد عشرة زائد مية في خمسة. وتعالى نحسب الحكاية دي هنا. اهو. تمانين في خمستاشر زائد مية في خمسة. تطلع بالف وسبعمية. فتعالى نحقق التانية. اللي هي ريه به. اللي هي تمانين في عشرين زائد مية في صفر. فنجي نقول له تمانين في عشرين هتطلع بالف وستمية. واضح انه هو عايز اكبر ما يمكن. اهو عايز اكبر ربح ممكن. فنجي نقول له اكبر ربح ممكن. اكبر ربح ممكن. عن طريق ريه الف. اللي هي خمستاشر وخمسة. يعني تنتج خمستاشر نوع من النوع الاول وتنتج خمسة من النوع التالي. تعالى بقى نشوف مسألة كمان بيقول متجه اتجاه العمودي على المستقيمة الذي معادلته سين تساوي تلاتة زائد اتنين كاف وسط تساوي اربعة ناقص كاف. دي معادلة برامترية. لما تحبت لمها فاتين تقول له يبقى ريه بتساوي تلاتة واربعة تلاتة واربعة زائد كاف في اتنين وسالب واحد. يبقى انت كده لمتها خلتها معادلة ايه احدى سين. احبة لمها ازاي وسط نقول له اخد العدد ده والعدد ده حطه في زوج مرته. والكافة اخد عام المشترك والباقي من هنا والباقي من هنا حطه في زوج مرته. اصبح ده متجه اتجاه. يبقى متجه لاتجاه بتاعه عبارة عن اتنين وسالب واحد. طب متجه اتجاه العمودي اللي ممكن نسميه ايه شرطة. بيجي بيقول لي اقلب وغير اشارة. اقلب يبقى واحد وتلين. طب في الاشارة نقول له كانت سالب واحد خلتها واحد. يبقى ده العمودي. العمودي يتقلب وتغير اشارة الاول يتقلب وتغير اشارة التاني. انت عندك اتنين عمودي للمسألة. يا طرى الاجابة فين? هنجي نقول له الاجابة بيه. لان هو عايز متجه اتجاه العمودي على المستقيم. احنا جبنا له معادلة المستقيم. لان المعدد اللي قدامك دي معادلة برامترية. جبنا له المعدد المتجه المستقيم. طلعنا له ليه? وبعدين علشان اجيب العمودي. علشان اجيب المتجه العمودي اقلب وغير اشارة. اقلب العددين دول يعني خلي الاتنين دي هنا والواحد ده هنا. وغير اشارة الواحد اللي هو كان سالب واحد غيره يبقى واحد. ممكن اغير اشارة سالب اتنين. يبقى سالب اتنين وسالب واحد. اه ممكن تغيرها. لانه المتجه الواحد ليه اتنين عمودي. هو نفسه اسمه اتنين وسالب واحد. هقلب يبقى واحد واتنين. اه اقول له واحد. سالب واحد وسالب اتنين. يبقى المتجه الواحد ليه اتنين عمودي. قلب به وطر في دائرة طوله تماني. يبقى تماني. ويقابل زاوية قياسها ستين. ستين والمسلس هنا مسلس متساوي السقيل لانه انصف اقطار. يبقى المسلس ده مسلس متساوي الاضلاع. يبقى ده تمانية وده تماني. على طول كده ما انت لازم تبقى عندك مفهوم هندسي بسيط. يخليك تحل المسألة لانه مدلكش نص القطر. فانت بتيجي تقول له الوطر تمانية والزاوية ستين ليبقى المسلس زا مسلس متساوي الاضلاع. متساوي الاضلاع يبقى نص القطر يبقى. انا اول اول حاجة بعملها اقول له زاوية مين بتساوي ستين. درجة. قياس زاوية مين بتساوي ستين. ونص القطر بيساوي تماني. وزاوية مين دائل بتساوي باي على تلاتة. عارف تندين يا استاذ نقول له اولا لازم تبقى حافظ. اللي اتنين باي بتلتمية وستين. الباي بمية وتمانين. باي على تنين بتسعين. باي على تلاتة بستين. باي على ستة بتلاتين. هتلت انت بقى الباي وحطاف مية وتمانين. هتلاقي ان اللي انا بقول لك عليه دا كله صح. كده انت معاك الزاوية بالتقدير الستيني. والزاوية بالتقدير الدائلي. وكمان معاك نص القطر مساحة القطعة بتساوي نص نق تربيع افتح قوس اهدال ناقص جاء اهدال دي بالدائري وجاهدي بالستين. خلي بالك السؤال مقالي. يعني كل خطوة بتعملها عليها درجة. يعني القانون عليه درجة. يبقى ساعتها نقول له نص في اربعة وستين النق بتمانية. في افتح قوس ضاي على تلاتة ناقص جاء ستين. تعال بقى نعمل الكلام ده كله على الالة اهو نص في اربعة وستين في افتح قوس على تلاتة ناقص ستين اقفل القوس ده بتاع الزاوية واقفل القوس كده. وقل له يساوي. فتطلع خمسة وسبعة من عشرة لو عايزها تقريبا نقول له يبقى ستة احنا هنعملها زي ما هو عايزها خمسة وسبعة من عشرة طبعا هي تسعة وسبعين من مية. انت قريبا سنتيمتر قدامك النادي بتاعها. ويا ريت انت تعمل معايا تعمل معايا الحل وتمسك الى وتمسك وتشوف الاساس بيعمل ازاي وتعمل ازاي يا ريت يعني كأنك بتكلمني كأنك بتعمل معايا قاعد قدام مني بتعمل بالآلة زي ما زي ما انا بعمل مساحة المسلس الذي يوقوسه واحد وستة وصفر واتنين وعشرة وصفر وصفر تساوي مساحة المسلس بتيجي عن طريق المحدد آآ وبتيجي عن طريق الهندسة برضو انك بتجيب له طول القعدة وبعدين تجيب له طول العمود الساقط من وبيجيب له معدلة القعدة وبعدين تجيب له طول العمود الساقط من رأس المسلس على القعدة عشان تقول له نص القعدة في الارتفاع. لكن اسهل بالمحدد فبقول له مساحة المسلس نص في المحدد اللي هو آآ صفر وصفر آآ صفر وعشرة آآ واحد وستة دول الرؤوس وبعدين هقول له آآ واحد واحد العموت الفاضي ده ما كان فيه هنا عموت فاضي ضفناه كله واحد. يبقى انت بتاخد الزوج المرتب بتاخد اي زوج مرتب بتكيبه بس انا فضلت ان انا اقول له صفر وصفر الاول صفر وعشرة لان واضح كده ان دول كده محدد آآ مسلسي. بس المحدد المسلسي فيه القطر الفرعي. القطر الفرعي اللي بيطلع فيه بنقول له سالب حاصل ضرب القطر الفرعي. اللي هو واحد في عشرة في واحد. آآ واحد في عشرة في واحد تطلع بسالب عشرة. بس خلي بالك احنا بنعمل نقياس وخلي بالك احنا برا في نص. يبقى هتبقى نص في عشرة. واحد في عشرة في واحد والنقياس يخليها موجب. والنص بتاع المساحة فتطلع بتساوي خمسة وحدة مربعة. يا مستر انا مش فاهم. نقول له في حاجة اسمها محدد ثلسي. بتبقى فوق القطر الرئيسي ويبقى ساعتها بتساوي حاصل ضرب افراد القطر ايه اللي حاصل ضرب عناصر القطر ايه الرئيس. طب لو كانت فوق القطر الفرعي يبقى بالسالب. يبقى الاصفار فوق القطر الفرعي اللي هو واحد وعشرة واحد. يبقى بالسالب. النادي يطلع بالسالب. طب يا اساس لا. فكك من الكلام ده كله. نقول له تعالى نمسك العدد ده اللي هو ايه? واحد. انت عندك صفر وفتح قوس. ناقص صفر وفتح قوس. وبعدين زائد واحد وفتح قوس. انا خدت لك السطر الاولاني هو. وبعدين اعمل ده كده واعمل ده كده. ها? صفر في ستة بصفر. ناقص. واحد في عشرة بعشرة. خلي بالك احنا بره بقى في مقياس وبره في نص. ده بصفر. ده صفر يبقى واحد في سالب عشرة بسالب عشرة. بنص بسالب خمسة والنقياس يحليها خمسة والاجابة يبقى الف. مسألة بتقول ازا كانت جيم منتصف الف به. حيث جيم صفر وتلاتة وبه سبعة وستة. تعالى نشوف كده الحكاية ازاي? جيم هي اللي في المنتصف. الف مش عارفها تقريبا كده هو عايزها. انا هسميها سين وصاد. وطبعا جيم في المنتصف. وده عبارة عن سبعة وستة. وجيم نفسها صفر وتلاتة. فطبعا المفروض انه جيم دي اللي هي صفر وتلاتة بتساوي مجموع السينات على تنين يعني سين زائد سبع على تنين. ومجموع الصدات على تنين يعني صاد زائد ستة على تنين. وفي الحالة دي حنيجي نقول له يبقى سين زائد سبع على الاتنين بتساوي صفر على واحد. وصاد زائد ستة على الاتنين بتساوي تلاتة على واحد. طرفين في وسطين يبقى سين زائد سبعة بتساوي صفر تبقى سين بتساوي سالب سبعة. طرفين في وسطين يبقى سات زائد ستة بتساوي ستة تبقى سات بتساوي صفر. ويبقى في الحالة دي النقطة اللي هي الف اللي هي سين وصاد سالب سبعة وصفر. دي الف اللي هو عايزها لان هو بيقول له فان الف بتساوي جاب. يا طرى سالب سبعة وصفر دي من ضمن الاختيارات? ايوة يا مصدر سليب سبعة وصفر اللي هي مين? هنا مش باختار الف. هنا انا بقول له الف اللي انت عايزها سليب سبعة وصفر. الاختيار بقى انت عايز تكتبه هنا كمان يبقى اسموتي. ازا كان طول اقد العين في مسلس تمانية وسبعة. يعني انا معايا مسلس كده. ده تمانية وده سبعة واكيد في زاوية عينة محصورة. فان مساحة المسلس ايه? طبعا التعرف ان مساحة المسلس نصtha حاصل ضربة الديل في زاوية محصورة. يعني مساحة المسلس عبارة عن نصف في تمانية في سبعة في جاسية. عالتين فيها الواحد عالتين فيها الاربعة يبقى مساحة المسلس عبارة عن تمانية وعشرين جاسية. ده مساحة المسلس. لكن جاسية نفسها اكبر من الصفر واقل ما الباي. السيتا دي. مستحيل تبقى بتساوي مية وتمانين لانه مجموع زواء المسلس. ومستحيل تبقى بصفر فعشان كده مفيش تساوي. وبالضرب في تمانية وعشرين يعني تمانية وعشرين هضرب في تمانية وعشرين فهقول له آآ آآ هنا واحد. آآ سيتا نفسها سيتا نفسها اكبر من الصفر واقل من الباي والجا نفسها من الصفر الواحد. بالضرب في تمانية وعشرين يبقى صفر اقل من تمانية وعشرين جا سيتا اقل من تمانية وعشرين. تمانية وعشرين جا سيتا دي احنا جايبينها اللي هي مساحة المسلس. مساحة المسلس. اكبر من الصفر واقل من التمانية وعشرين. اذا المساحة تمحصر ما بين الصفر والتمانية وعشرين. والصفر مش معانا والتمانية وعشرين مش معانا. تبقى الاجابة فين? الاجابة من صفر لتمانية وعشرين والصفر مش معانا ولا التمانية وعشرين معانا. يبقى في فرق بين السيتا هي اللي بتنحصر ما بين الصفر والمية وتمانين والجا سيتا اكبر من الصفر واقل من الواحد ولما ضربنا في تمانية وعشرين فبقت صفر وتمانية وعشرين جا سيتا وتمانية وعشرين ويبقى المساحة تنحصر ما بين الصفر والتمانية وعشرين. هنا مسألة اختياري عشان كده الراجل رسم لك المسألة وبيقول لك دي دلت الهدف. ومعاك اصغر ما يمكن من النقط دي. معاك اربع مقطة هم اصغر ما يمكن. النقطة صفر واربعة اللي هي الف. يبقى الف هي صفر واربعة. النقطة صفر وخمسة اللي هي بيه? بيه صفر وخمسة. النقطة اتنين واحد اللي هي نين? نين اتنين واحد. اتنين واحد. النقطة اه اربعة وخمسة امشي اربعة اطلع خمسة اللي هي دال. اربعة وخمسة. هو مش واخد النقطة هي? اللي هي اربعة وصفر. مش واخدة. يعني هو بدي لك اربع نقط وهو بيقول لك اني واحدة فيهم اللي بتحقق اقل ما يمكن. طبعا انت بتكتب دلت الربح دلت الربح قدام منك ريه بتساوي نص سين زائد صاد. وبتبدأ بقى تقول له ريه الف. وتقول له ريه ب. وتقول له ريه جيم. وتقول له ريه دال اللي هو من دهم لك. واحد يقول طب انت باخدش دي دين. نقول له احنا مش في احنا مش بنحل مسألة هو بيقول لي اصغر ما يمكن من النقطة دي ايه? فاحنا بنجيب له اصغر ما يمكن من النقطة دي. فتعالا معايا كده بقى. ركز معايا. يلا نركز آآ نص في صفر زائد اربعة. تطلع باربعة. آآ نص في صفر زائد خمسة. تطلع بخمسة. نص في اتنين زائد آآ واحد. يطلع باتنين. نص في اربعة زائد خمسة. على الاتنين فعل اتنين تبقى بسبعة. اصغر حاجة ايه قدانك ايه. لانها باتنين. يبقى جيم اللي هي جيم. الاجابة جيم. بتحقق اصغر ما يمكن. اوجد الصور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة واحد وثلاثة ويكون عمودي على المستقيم ده. برضو دي من نقط من ضمن المسائل المقالية. المسائل المقالية بتبقى عليها معادلة خط مستقيم زي اللي قدام النبي. المستقيم ده عمودي انا بتخيل آآ ان انا عندي ده العمودي اهو. يبقى متجه اتجاه العمودي عبارة عن سالب اتنين واحد. يبقى متجه بتاعنا احنا عبارة دي ايه شرطة عمودي. وده يبقى اقلب. هتبقى واحد وغير اشارة تبقى اتنين. وهو عايز الصور المختلفة. فهجا اقول له ره تساوي واحد وثلاثة زائد كاف واحد واثنين. دي كده الصورة الاتجاهية. بعد كده بفكر ره دي سين وصات. وبعدين اقول له ايه? سين تساوي واحد زائد واحد كاف. وصات تساوي تلاتة زائد اتنين كاف. واقول له دول الوسيطتان. بعد كده بقول له آآ صات ناقص صات واحد اللي هي تلاتة بتساوي الميل اللي هو اتنين. الميل اتنين على به على الف بسين ناقص صين واحد اللي هو واحد. وبعدين اقول له صات ناقص تلاتة بيساوي اتنين سين ناقص اتنين. ودخل كل جوه يبقى صات ناقص اتنين سين ناقص تلاتة ناقص زائد اتنين. يبقى ناقص واحد بتساوي صفر. يبقى هي دي المعادلة الاحداثية. تاني صات ناقص تلاتة بتساوي الميل اللي هو به على الف. في سين ناقص واحد اللي اتنين دي دخلت هنا باتنين سين ودخلت هنا بسالب اتنين. هيخش جوه يبقى صات ناقص اتنين وسالب تلاتة زائد اتنين وسالب واحد. تبقى المعادلة صات ناقص اتنين سين ناقص واحد بتساوي صفر. يبقى انا عندي تلات معادلات. واحدة الاتجاهية واحدة الوسيطتان واحدة الاحداثية وهو عايز الصور المختلفة ركز. دي مسألة مقالي. وانا قلت لك المسائل المقالي بتبقى على واحد على المسائل الجمع وطرح المنتجهات وقعدة المتوسط. دي مسألة. ومسألة على النقط اللي على استقامة واحدة. اثبت النقط على استقامة واحدة. هجيب لك انا مسألة عليها دلوقتي. اه ومسألة تاني. على اه الخط معادلة الخط المستقيم. زي المسألة اللي قدامك دي. ومسألة في الجبر على البرمجة الخطية. وخصوصا المسائل الكلامية. لكن تعال لما اجيني مسألة ويجي يقول لي. اثبت. ان النقط. اتنين واحد. وتلاتة وستة. واربعة وتمانية. على استقامة واحدة. اسحل حل ليها ان انا اجيب الميل. يعني اسم دي الف اسم دي به اسم دي جيم وبعدين اقول له ميل الف به. عبارة عن صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص صاد واحد. يبقى هتسوي ستة ناقص واحد. دي سين واحد دي صاد واحد دي سين اتنين نصاد اتنين ستة ناقص واحد دي واحد واتنين. يبقى ستة ناقص اتنين وتلاتة آآ آآ ناقص واحد هتدي هنا اربعة على الاتنين تدي اتنين. طيب ميل بهجين. هتبقى تمانية ناقص ستة على اربعة مقص تلاتة. هتدي اتنين على واحد تطلع باتنين. وبما ان ميل الف به بيساوي ميل بهجيب وهم مشتركان في نقطة. يبقى ازا الف وبه وجيب على استقامة واحدة. ممكن حل تاني بس ممكن ما يختارش على بالك قوي ان انا اجيب له مساحة المسلس. اعمل له كده. هقول له واحد اتنين تلاتة وستة. اربعة وتمانين. واكمل له دي. واقول له هنا نصف. واجيب له مساحة المسلس. فاذا طلع صفر. مساحة المسلس ده ازا طلع صفر. اقول له يبقى ازا الف وبه وجيب على استقامة واحد. يبقى فيه طريقتين. اجيب له الميل. ميل الف به. وميل بهجيب. انا ايه هم زي بعض يبقى الف وبه وجيب على استقامة واحدة. فيه طريقة تانية بان انا اجيب له مساحة المسلس. معايا تلات نقاط اجيب مساحة المسلس. فاذا طلعت صفر. يعني مساحة المسلس طلع صفر. يبقى المسلس ده كله على استقامة واحدة. الف وبه وجيب على استقامة ايه واحدة. هنا بيقول له اتنين جا تربيع تلاتة سين تربيع زائد اتنين جا تربيع تلاتة سين تربيع. بتتوي كام? وطبعا القيم هنا ستة اربعة وخمسين اتنين اه اتنين سين تكعيب. فانا بقول له تعالى ناخد اتنين عامل مشترك. طيب قالي جا تربيع تلاتة سين تربيع زائد جا تربيع تلاتة سين تربيع. جا تربيع زائد جا تربيع لأي زاوية لأي زاوية حتى لو كانت الزاوية فيها تربية حتى لو كانت زاوية فيها تلاتة جاة تربية زاوية زايت جاة تربية زاوية بتسوي واحد وبالتالي كل هيصة دي بواحد اضربها في تنين يبقى تنين في واحد تطلع بتنين وتبقى الاجابة دي شوف هنا بقى بيقول له واحد نقص جا سيتا بواحد زايت واحد على قطة سيتا واحد على قطة اللي هي مقلوب القطة اللي هي ايه مقلوب القطة اللي هي ايه اللي هي جاسي فاصبح دلوقتي ده فرق بين مربعين بيسوي واحد ناقص جا تربية سيتا واحد ناقص جا تربية سيتا اللي هي جاة تربية سيتا شوف المسألة حلوة ازاي شلنا واحد على قطة سيتا بجاة ضربناهم فرق مربعين وطلعوا واحد ناقص جاة تربية في الاخر واحد ناقص جاة تربية بجاة تربية سيتا هنا بيقول له قا سيتا ما ازا سيتا بتلت يبقى قا سيتا زائد ساطي احنا قلنا قبل كده انه لتنين دول معكوص ضرب للاخر انه قا سيتا ما ازا سيتا وقا سيتا زائد زا سيتا لتنين دول معكوص ضرب فازا واحد منهم بيسوي تلت يبقى التاني لازم يبقى بيسوي تلاتة احنا عندنا قاعدة بتقول انه قا سيتا ما ازا سيتا في قا سيتا زائد زا سيتا بتساوي واحد. ليه استاذ بتساوي واحد دي نقول له فكهم. هيطلع لي قاطة تربيع مقزة تربيع. وبعدين ودي تربيع ناحية التانية يعني يبقى قاطة تربيع بتساوي واحد زائد زائد تربيع اللي هي القانون الاساسي في حساب المسلسات في اول درس في الالاقات. يبقى الثلاث مسائل دول مسائل مهمة جدا. ازاي اخد اتنين عام المشترك يطلع لي جا تربيع زائد جا تربيع بواحد. هنا واحد على القطى بجاء وهضربهم يبقى واحد نائز جا تربيع فرق بالمربعين. واحد نائز جا تربيع بجا تربيع. هنا اي تنين قوزة قطة وزطة بالزائد او بالنائس احدهما معقوص ضرب للاخر. فلو ما احد منهم بتلت يبقى التاني بتلاتة. لو واحد منهم بخمس يبقى التاني بخمسة. سواء للقاوزة او للقطة والزطة. شوف هنا بقى المسألة دي بيقول له الف في المصفوفة دي بتساويها. اي مصفوفة تضرب في المصفوفة تطلع اي يبقى دي معقوص ضربة دي. يعني انت لو انت عايز آآ الف بكام تجيب بالمعقوص الضرب بتاع دي. يطلع لك الف. تاني نقول له الف تساوي. هاتبقى المحدد. المحدد بيساوي واحد ناقص سالب اتنين. فيطلع بتلاتة. يبقى الف تساوي واحد على تلاتة افتح خوص. غير اماكن القطر الرئيسي. يبقى واحد واحد. غير اشارات القطر الفرعة. بسالب اتنين واحد. انت مش عايز الف. انت عايز تلاتة الف. نقول له يبقى تلاتة الف بتساوي تلاتة في تلت. في افتح خوص واحد سالب اتنين واحد واحد. التلاتة طارد بعد تلاتة يبقى تلاتة الف عبارة عن واحد سالب اتنين واحد واحد. يبقى مرة تانية. افهم. افهم انه حاصل ضرب مصففتين. يبقى احدهما معكوس ضربي للاخر. فلو انت عايز تعرف الف هات المعكوس الضربي بتاع المصففاتي. فالمعكوس الضربي بتاع المصففاتي بجيب المحدد. واقول له واحد على المحدد وغير اماكن القطر الرئيسي. وغير اماكن اغير اشارات القطر الفرعي. فيديني الف. بس انا مش عايز الف يا وسنزل انا عايز تلاتة الف. نقول له خلاص اضرب في تلاتة هنا وتلاتة هنا. يبقى تلاتة ثلاثة 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 راحه. والداني المصففاتيه بقى ثلاثة الاف واحد. سالب اتنين واحد واحد. برضو من ضمن المسائل اللي هجي لك في امتحان المقالي المسألة زي كده. انه اه تستخدم فيها قاعدة المسلس. اه تستخدم فيها اه قاعدة المتوسط. تستخدم فيها قاعدة متوازل اضلاع. المسألة بتاعة جمع وطرح المتجهات هندسيا. دي بتيجي في المقالي. فتعالا معايا كده بقى. احنا عايزين نجيب بيه جيم زائد الف دل. بيه جيم فهاجة هقوله هلف من هنا. هقوله هه به زائد بيه جيم زائد جيم واو. لف كده معايا. هه به زائد بيه جيم زائد جيم واو. انا لفيت كله كده. فطبعا الناتج بيلف عكس. بيساوي هه واو. يبقى ديني مرة واحد. انت مشيت كده وبعدين مشيت كده ومعشيت مشيت كده. حصل الجامعة بيمشي عكسه. طيب الناحية التانية. مشي كده بقى. هيه الف. زائد الف دال. زائد انت هتمشي كده هو. زائد دال واو. بيساوي ايه? بيساوي برضو هيه واو. انت مشيت كده. حاصل الجامعة بيمشي عكسه. بالجامعة. قبل ما تجمع بص كده. هيه الف ماشي كده. وهيه بيه ماشي كده. وهو قال لي هيه في المنتصف. يعني الاتنين دول بيساوي بعض. يبقوا بيروحوا. وبرضو آآ جيم واو ماشي كده. وده الواو ماشي عكسه. يبقى برضو بيروح. يبقى فاضل بقى ايه? فاضل بحجيم زائد الف دال. بيساوي كام? بيساوي اتنين هيه واو. هو بيقول له اسبت. ان بهجيم زائد الف دال بتساوي اتنين هيه واو. واحنا سبقنا. قدناها من هنا. وبساويها بهيه واو. وخدناها كده. وساويناها بهيه واو. وجمعنا. وانت بتجمع هتلاقي فيه اتنين قدام بعض. مختلفين في الاتجاه. متساويين في المقدار. راحوا. وانت بتجمع هتلاقي فيه اتنين متضضين في الاتجاه ومتساويين في المقدار. يبقوا راحوا. ايه ما ما فاضلش به جي مؤلف دل. طب وهنا انه قوله هيه واو وهيه واو باتنين هيه واو. الحل العام للمعادلة للمعادلة جتا بتساوي سالب واحد. حيث نون تنتمي الى صادق. انت عندك المسألة الجتا بتساوي واحد لما تبقى بصفر الجتا سيتا بتساوي واحد. ولما تبقى بمية وتمانين الجتا سيتا بتساوي سالب واحد. وطبعا لما تبقى بتسعين الجتا سيتا بتساوي صفر. ولما تبقى برتين وسبعين الجتا سيتا بتساوي صفر. كاللي بقى لك لما يبقوا في اتنين بيساوي صفر لما نيجي نعمل الحل العام بتاعهم نقوله ايه? اه تسعين ناخد الصغيرة زائد باي اه باي نون. لما يبقى على واحدة هنا بس اللي بيتساوي سنب واحد فهنيجي نقوله اه يبقى الحل العام بيساوي باي زائد بنين باي نون. لانه باي هي اللي بيجيب سلب واحد وبعدين لانها حالة واحدة فلازم الف لفة كاملة وجبها تاني. الف لفة كاملة وجبها تاني. خلي بالك اعمل كده باستمرار فاي مسألة فيها جاة بيساوي صفر او جتبت ساوي صفر. هبصت لقي في حاجتين قد بعض. فتيجي تقوله ايه? خد الصغيرة اللي هي تسعين. ومش هتلف لفة كاملة هتلف. باي بس بينون. فمسلا لو المسألة تيه جاة جاة بتساوي آآ سلب آآ واحد او بتساوي واحد. انت بتيك تعمل كده. آآ عند السيتا بتساوي صفر يبقى جاة سيتا بتساوي صفر. عند السيتا بتساوي مية وتمانين يبقى جاة سيتا بتساوي صفر. عند السيتا بتساوي تسعين الجاة سيتا بتساوي واحد. عند disita بتساوي متنو وسبعين الجا سيتا بتساوي سالب واحد. بص كده بقى لو انا عايز اجيب الحل العام. الحل العام لدي اقول له صفر زائد اتنين مباينون. الحل العام لدي اقول له مية وثمانين زائد اتنين مباينون. لو عايز اجيب الحل العام لدي اقول له تسعين زائد سواء بقى. لدي ولدي لان الاتنين بيجيبو. آآ آآ هنا آآ دي بيجيب واحد فدي اتنين بينون ودي بيجيب سالب واحد اقول له متين وسبعين زائد اتنين بينون. انما دي بختار واحدة فيهم لانه الاتنين بيجيبوا صفر. فبختار الصغيرة. يعني بختار الصغيرة مباخدش كبيرة لان دي بصفر ودي بصفر. آآ وخلي بالك مش بيلفوا لفة كاملة. فبدل ما اقول له اتنين بينون اقول له بينون واحدة بس. اذا كانت اربعة وسين ناقص واحد واحد وتلاتة بتسوي اربعة وخمسة وتلاتة واحد بس مد. هو عايز يعرف السين. فانا بقول له اربعة واتنين سين ناقص واحد وواحد وتلاتة. يلا نمدي دي. ده صف اخليها موت. ده صف اخليها موت. وبعدين آآ هنا اربعة هنا اربعة هنا واحد هنا واحد هنا تلاتة هنا تلاتة. يبقى تعالى نساوي ده بالخمسة. يبقى اتنين سين ناقص واحد بتسوي خمسة. وودي الواحد الناحية التانية يبقى اتنين سين بتسوي ستة. واقسم على الاتنين. يبقى ازا السين بتسوي كام تلاتة. ارجع بقى احطها هنا اتنين في تلاتة بكام باستة ناقص واحد خمسة هتلاقي هنا خمسة وهنا خمسة. وتلاقي فعلا المصفوفة دي ايه العناصر او في كل الاماكن. فاحنا زيناهم ببعض طلعنا قيمة سين بتلاتة رجعنا السين تاني اتنين في خمسة اتنين في تلاتة باستة ناقص واحد خمسة فبقى هنا خمسة واحنا خمسة. زي ما هنا اربعة وهنا اربعة. وزي ما هنا واحد وهنا واحد. وزي ما هنا تلاتة وهنا تلاتة. قطاع دائل مساحته آآ خمسة واربعين وطول قطر دائرته عشرين. فان محيط محيطه بيزوي كام. طبعا انت عارف انه آآ آآ ان المحيط عبارة عن محيط الخطاع المحيط بيزوي اتنين آآ نق زائد لام. القطاع شكله كده. اهو. والمحيط هو مجموع اطول اطلاعه. فده نق وده نق وده لام. فيبقى المحيط عبارة عن نق ونق باتنين نق زائد لام. انا عايز المحيط. المساحة عبارة عن نص نق لام بتساوي خمسة واربعين. آآ هو بيقول لي طول قطره عشرين يبقى نص يعشرة في لام بتساوي خمسة واربعين. على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الخمسة. خمسة لام بتساوي خمسة واربعين. ازا اللام بتساوي تسعة. بساعتها نقول له ايه المحيط? بيساوي. اتنين بنق اللي هي بعشرة زائد لام آآ بتسعة. يبقى عشرين زائد تسعة بتسعة وعشرين. طبعا صنطي. يا طرى الاجابة دي موجودة في تسعة واربعين في تسعة وتلاتين. في ستاشر في تسعة وعشرين. يبقى الاجابة تسعة وعشرين. عندي مسألة بتقول الف وبه وجيم ده له وهو سين صادعين مصفوفة شبه متمثلة. من اهم المميزات المصفوفة الشبه المتمثلة ان القطر الرئيسي بيساوي صفر. ده معناه الالف تساوي صفر. الهيه تساوي صفر. العين تساوي صفر. وبالتالي ده كده بصفر. ده كده بصفر. عندي كمان ان واحدة فيهم بتبقى سالب التانية. يعني انا ممكن اقول لك البيه بتساوي سالب دار. ممكن اقول لك الجيم بتساوي سالب سين. ممكن اقول لك الواو بتساوي سالب صاد. فتعال اناكتبهم بقى كده. شيل البيه واتتب سالب دال. شيل الجيم واتتب سالب صاد. وهنا دال زائد سين زائد صاد. خد سالب عامل مشترك. هيبقى لدال زائد سين زائد صاد. على دال زائد سين زائد صاد. راح ده مع ده فالناتج يطلع بسالب واحد. تقدر لي مسألتين اتنين. وبقى كده غطيت جميع الافكار منهم الفكرة اللي قدام بنا هده مساحة الشكل المحدب الذي طوله قطره اتناشر وتلاتاشر يحصران جيب تمام خمسة على تلاتاشر. المفروض انه اي شكل رباعي مساحته نصف حاصل ضرب الطلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهم. فهو مجديني جيب تمام الزاوية. يعني الزاوية هيه? ويجيب تمامها خمسة على تلاتاشر. فانا بكمل المسلس فيبقى اتناشر. يبقى ساعتها نقوله ايه? مساحة الشكل يساوي نصف حاصل ضرب القطرير اللي هو اتناشر في تلاتاشر في جيب الزاوية اللي هو اتناشر على تلاتاشر. طبعا ده راح مع ده. واتناشر في اتناشر بين مئة اربعة واربعين في نصف باتنين وسبعين سنتيمتر تربيع. وتبقى الاجابة بيه. سوداسي منتظم مساحته اربعة وخمسين جزر تلات. طبعا مساحة المضلع السوداسي مساحة المضلع المنتظم عموما عبارة عن نون على اربعة في سين تربية في زطا على نون. ايه نون دي? عدد اضلاع الايه الشكل? لو السوداسي يبقى ست. ايه سين دي? ده طول الضلقة بتاع الايه الشكل? آآ زطا ممكن اخليها واحد على زا باي مئة وتمانين نون عدد الاضلاع. فتبقى تعالى معايا بقى ستة على اربعة نون بستة. في طول الضلقة مش عارفه سين تربية. في واحد على زا باي على ستة بتلاتين. بتساوي اربعة وخمسين جزر تلاتة. واحد على زا تلاتين بجزر تلاتة. يبقى جزر تلاتة راح مع جزر تلاتة. واضرب لي بقى سين تربية دي. اضربها دي في اربعة وخمسين في اربعة على ستة. اضرب معايا كده بقى اهو اربعة وخمسين في اربعة على ستة. تطلع بستة وتلاتين. سين تربية بتساوي ستة وتلاتين. خد الجزر تفقى سين تساوي ستة. ليه يا استاذ ما قلتش آآ آآ تالب او موجب ستة. هانيجي نقول له لا هنا مفيش سالب. هتطلع الناتج ستة بس. سداسي منتظم مساحته بتساوي اربعة وخمسين جزر تلاتة فان طول ضلع السداسي طول ضلع السداسي اللي هو المفروض ان هو يبقى سين. اشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي طلبة وطالبات الصف الاول السنوي. بنتابع حلقات المراجعة المراجعة العامة لمادة الرياضيات. قلنا اخدنا حلقة اولى. والنهاردة بناخد الحلقة التانية للمراجعة. بنحاول نستكمل فيها بقية الافكار. الحلقتين مع بعض لازم تتفرج عليهم الاتنين مع بعض لانهم بكملوا بعض. فمن فضلك لو سمحت راجع لي عليهم علشان تخش الانتحان وانت متطمع. نبدأ بقى اول حاجة. آآ النقطة التي تنتمي الى مجموعة المتبينات سين اكبر من اتنين. صاد اقل من الاتنين. سين زائد صاد اكبر من الواحد. سين اكبر من اتنين. فانت عندك هنا سين باتنين. يبقى دي مرفوضة. عندك هنا سين باتنين. هو بيقول لي اكبر من اتنين. يبقى يا تلاتة. آآ يا تلاتة هاخد دول. صاد اقل من الاتنين. في عندي صاد بيساوي اتنين. يبقى دي مرفوضة. يبقى صاد اقل من الاتنين صاد بيساوي واحد. يبقى هي دي النقطة. طيب عايزين نتأكد منها? تعالى نحطها هنا بقى. تلاتة واحد اربعة. اكبر من تلاتة. آه صح. فعلا. يبقى هي فعلا. يبقى حققت المتبينة الاولى. حققت المتبينة التانية. حققت المتبينة التالتة. يبقى المتبينة تلاتة واحد. هي اللي بتحقق الكلام ده. وهي العنصر الف اللي احنا اخترناه. تعالى شوف مسألة كمان. مساحة المسلس المحصورة بين المستقيم. سين على اربعة وصاد على تلاتة بتزوح. سين على اربعة يعني ده الجزء المقطوع من محور السينات. يعني انا لو برسم كده اقول له واحد اتنين تلاتة اربعة ده الجزء المقطوع من محور السينات. على تلاتة يبقى ده الجزء المقطوع من محور السينات. يبقى واحد اتنين تلاتة. وساعتها بعمل مسلس كده. واقول له يبقى ده المستقيم اللي انت بتقصده. يقطع من محور السينات جزءا قدره اربعة. ويقطع من محور الصداد جزءا قدره تلاتة. ده اربعة وده تلاتة هو عايز مساحة المسلس المحصورة من المستقيم ده ومحور ومحورين احداثيات. يبقى نيجي نقول له مساحة المسلس نص في اربعة في تلاتة. نص القاعدة في الارتفاع. يبقى على اتنين فهل واحدة على اتنين فهل الاتنين تطلع بستة سنتيمتر تردية. الاجابة الف. يبقى خلي بالك اللي تحت السين ده الجزء المقطوع من محور السينات. اللي تحت السات ده الجزء المقطوع من محور السادات المسلس ده نص القاعدة في في الارتفاع. ازا كانت المصوفة الف على النظم اتنين في اتنين. عايزو الف بتساوي الف صدعين ومديني قاعدة لها ان الف صدعين بتساوي صاد زائدها. النظم اتنين في اتنين يبقى انا ممكن اكتبها بالشكل ده. الف واحد واحد. الف واحد اتنين. الف اتنين واحد. الف اتنين اتنين. بعد كده نتعلم نعوض. الف واحد واحد. واحد الصاد وعين العمود. يبقى واحد زائد واحد يطلع باتنين. الف واحد اتنين. الصاد بواحد والعين باتنين. يبقى واحد زائد اتنين يطلع بتلاتة. الف اتنين واحد الصاد باتنين والعين بواحد يطلع بتلاتة. الف اتنين اتنين. الصوت بتنين والعين بتنين تطلع باربعة. ازن الالف كمصفوفة. واحد واحد تطلع باتنين. واحد اتنين تطلع بتلاتة. اتنين واحد تطلع بتلاتة. اتنين اتنين تطلع باربعة. طب عايزين نمدها. لان هو عايز الف مد. اقول له الف مد بيساوي يلا مد. ده صف. هخليه عمود يبقى اتنين تلاتة. ده صف. هخليها مودي. تلاتة اربعة. هكتشف ان هي هي. واضح انها مصفوفة متمثلة. وبالتالي بيقول لي الف مد بيساوي ايه? الف? ولا اتنين الف? ولا سالب الف? نقول له لا بتساوي الف. يبقى انا الاول كونت المصفوفة. كونت المصفوفة. بعد ما كونت المصفوفة رحت مكون الايه? الالف ونكون الالف مد. طول العمود الساقط من نقطة الاصلة على المستقيم ده. انا بتخيل ان انا معايا مستقيم. معدلته تلاتة سين ناقص اربعة صاد ناقص عشرة بتساوي صفر. ومعايا نقطة اللي هي هنا نقطة الاصلة اللي هي صفر وصفر. فعايز العمود النازل منها. يبقى مني نقول له طول العمود بيساوي مقياس على جزر تربية. طول العمود باخد معامل سين ومعامل صد برباحهم. يبقى تسعة زائد ستاشر. وبعدين اقول له تلاتة في صفر. ناقص اربعة في صفر. ناقص عشرة. يبقى هتطلع بسالب عشرة على خمسة. نقياس سالب عشرة بعشرة على الخمسة فان اتنين. هو بيقول له واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة. الاجابة اتنين. بيقول له الشكل المظلل ده عبارة عن معادلة سين اكبر من واحد وصد. خلي بالك المستقيم ده بيوازي محور السينات. يبقى اسمه سات بتساوي اتنين. والمستقيم ده بيوازي محور السينات برضو. يبقى اسمه يبقى ده اسمه سات تساوي اتنين. وده اسمه سات بتساوي اربعة. طيب ده سين تساوي واحد. ده سين تساوي تلاتة. اي حاجة بتوازي محور السينات تبقى اسمها سين تساوي عدد. اي حاجة بتوازي محور. فالشكل المظلل المحصور ما بين ايه بقى وايه. خب بالك بقى معايا سين اكبر من الواحد واقل من التلاتة. اهو. سين اكبر من الاتنين واقل من الاربعة. اهم. لكن خلي بالك دي مش عليها يساوي. لو مش عليها يساوي يبقى الخط ده المفروض يبقى النقط. لكن اللي بعديها عليها يساوي. يعني الخطوط متصلة. يبقى الاجابة تلاتة. اللي هو السين معصورة بين الواحد والتلاتة. فعلا السين معصورة بين الواحد والتلاتة. والصات معصورة بين الاتنين والاربعة. الصات معصورة بين الاتنين والاربعة. يبقى الاجابة دي. طب ليه ما خدتش دي? لانه اللي معلاش يساوي بيبقى خطوط منفصلة يعني فيها فواصل ما بين بينها وبين بعضها. النسبة التي يقسم بها محور السينات القطع اله. انا لو معايا ده محور سنات ومعايا قطعة كده الف به هنا الف مثلا بتلاتة واتنين وهنا به مثلا بخمسة وستة. فهو عايز النسبة اللي بتخصم بها دي مين واحد ومين اتنين. طالما بيقول محور السنات يبقى انا بقول له القاعدة بتقول انه مين واحد صاد اتنين زائد مين اتنين صاد واحد بتساوي صفر. دي قاعدة اللي بتقسم بها محور القطعة محور السنات. يلا بقى نقول له دي سين واحد ودي صاد واحد ودي سين اتنين ودي صاد اتنين. صاد اتنين بستة يبقى ستة مين واحد صاد واحد بتنين يبقى مين اتنين في اتنين بتساوي صفر. اودي دي الناحية التانية يبقى ستة مين واحد بتساوي سالب اتنين مين اتنين. اقسم يبقى آآ على الاتنين يبقى تلاتة مين واحد بتساوي سالب مين اتنين. يبقى مين واحدة على مين اتنين بتساوي سالب واحد على تلاتة. سالب دي يعني من الخارج. وواحد الى تلاتة اهي واحد الى تلاتة من الخارج. لما بكتب لك من خارج يبقى محطش السانب. لما اكتب لك من الخارج يبقى محطش السانب يبقى الاجابة دال. والطريقة دي سريعة وبسيطة وبتحل بسرعة لما القطعة تقسم محور السنات. لو القطعة بتقسم محور الصدات كنا كتبنا لك القانون ده ميم واحد سين اتنين زائد ميم اتنين سين واحد بتسوي وصفر. دي لما تقسم محور السنات ودي لما تقسم محور الصدات. ازا كان ميل المستقيم بنص والنقطة دي تقع عليه فاي نقطة من النقطة دي تقع على المستقيم? فلازم نجيب معدد المستقيم. وبعدين نعوض بالنقطة. فتعالى معايا كده نقول له ايه? صاد ناقص صاد واحد بتسوي الميل في سين ناقص سين واحد. يبقى صاد ناقص صاد واحد بخمسة. بتسوي الميل اللي هو نص في سين ناقص ناقص اتنين. ناقص بتاعة القانون وناقص بتاعة السين. بتضرب في اتنين هضرب في اتنين يبقى خمسة يبقى اتنين صاد ناقص عشرة بتسوي اه سين زائد اتنين هضرب هنا في اتنين طارد هضرب هنا في اتنين باتنين صاد هضرب هنا بعشرة هضرب هنا في اتنين دي راحت يبقى للسين ادخلهم بقى يبقى تنين صاد ناقص ناقص عشرة ناقص اتنين بتساوي صفر. يبقى اتنين صاد ناقص سين بتساوي اتناشر. عشرة واتنين اتناشر وديتها الناحية تانية. تعال انعوض بقى. تعال انعوض بقى اول نقطة. السين بصفر والصد بستة. السين بصفر. واتنين في صد بستة هنا اتنين في ستة باتناشر وهنا اتناشر يبقى النقطة دي بيتحقق. اول نقطة قابلتنا. يبقى اي النقط الاتية بتقع على المستقيم النقطة صفر وستة. بقيت النقط تعال ان السين باتنين والصات بستة. اتنين في ستة باتناشر. من اتنين عشرة. وهنا اتناشر يبقى دي ما بتقعش. طب ما تيجي نعوض دي. مم? السين بستة. والصات باربعة. اتنين في اربعة. تمانية. من من ستة. اتنين. وهنا اتناشر. يبقى ما بتقعش. السين بواحد. اهي واحد اهي. وهنا اتنين في تلاتاشر على الاربعة. اتنين في تلاتاشر يبقى ستة وعشرين على اربعة مائس واحد. مش هتطلع بكام? باتناشر. يبقى دي برضو ما بيتحققش. يبقى انا جبت معادلة الخط المستقيم اهيه? وبدأت اجرب كم من حسن حظي ان اول واحدة نفعت. بس انا حبيت اعوض لك عشان اقول لك دي نفعت والباقي ما نفعش. احداث النقطة جيمة التي تقسم الف به من الداخل واحد الى اتنين حيث الف خمسة وسلب ستة وبه سلب واحد وثلاثة. يبقى انا بمسك الف به كده. الف خمسة وسلب ستة به سلب واحد وثلاثة. وقادي النقطة بنسبة واحد الى اتنين. وطبعا التقسيم من الداخل فبقول له جيم تساوي. واحد في سلب واحد وثلاثة زائد اتنين في خمسة وسلب ستة على واحد زائد اتنين. يعني تحت تلاتة. اجمع بقى. ده عبارة عن سلب واحد وتلاتة زائد اضرب ده هنا بعشرة اضرب ده كمان هنا بسلب اتناشر. جمع لي بقى يبقى جيم تساوي. سلب واحد وعشرة تسعة على التلاتة في هالتلاتة. تلاتة وسلب اتناشر سلب تسعة تلاتة بسلب تلاتة. اذا نقطة تقسيم تلاتة وسلب تلاتة. يا ترى دي موجودة? ايوة يا استاذ موجودة. جميل. هنا مدي لك رسمة ورسمها لك ومحدد لك منطقة الحل وبيقول لك انا عايز القيمة العظمى. فتعالا معايا كده نمسك حتة حتة. به باربعة وصفرة. الف لو رسمها صح هتلاقيها تلاتة وواحد. مش رسمها صح بتحل المعدتين دولة على الالة. اللي هي المعدلة دي والمعدلة دي. بتمسك الالة كده. اهو. وتقوله بس بتحولها لمعدلة يعني. وبتقوله تلاتة واحد. وبعدين تقوله ايه بقى? بتدخل الواحد. يساوي الواحد يساوي الستة. كده انت دخلت المعدلة الاولى. دخل المعدلة التانية. واحد يساوي واحد يساوي اربعة. معايا كده. هي دي تقريبا ناقص مش زائد. المهم يعني الالف هنا عبارة عن تلاتة واحد. والجيم عبارة عن صفر واتنين. يبقى دول التلات نقط اللي معانا تعالى نحقق الربح بتاع كل واحدة فيه. ره به عبارة عن اتنين في اربعة زائد صفر بتمانية. ره الف عبارة عن اتنين في تلاتة زائد واحد بسبعة. ره جيم عبارة عن اتنين في صفر زائد اه اتنين. اتنين في صفر زائد اتنين تطلع اتنين. ازا اكبر حاجة به تحقق القيمة العزمة. به تحقق القيمة العزمة. مساحة القطعة الدائرية التي قطرها تمانية. وقياس زاويتها آآ آآ واحد واثنين من عشرة. يبقى انا عندي زاوية بالتقدير الدائري واحد واثنين من عشرة. اجيبها بقى بالتقدير الستين سين درجة على مية وتمانين. بيساوي واحد واثنين من عشرة على باي. يبقى اذا سين درجة في درجة بتساوي. آآ مية وثمانين في واحد واثنين من عشرة على باي. نحسبها بالقيلة. ايه? مية وتمانين. بواحد واثنين من عشرة على باي. فتطلع الزاوية عبارة عن تمانية وستين خمسة واربعين سبعتاشر. درجة دقيقة ثواني. كده معايا الزاوية بالدائري وبالستيني. ومعايا القطر. يبقى نص القطر باربعة. واقول له مساحة الخطعة بيساوي نص في اربعة تربيع بستاشر. افتح قوس واحد واتنين من عشر دائري. ناقص جا تمانية وستين خمسة واربعين سبعتاشر درجة دقيقة ثواني. يلا نحسب الكلام ده كله بالقالة. يبقى نص في ستاشر في افتح قوس واحد واتنين من عشرة. آآ ناقص صين تمانية وستين كمى خمسة واربعين كمى آآ سبعتاشر كمى اقفل القوس. اقفل كمان القوس هنا بيساوي. فهتطلع بتساوي اتنين واربعتاشر من مية اهي. اتنين واربعتاشر من مية مش واضحة قوي. نوضحها لك اهي. يبقى الزاويا مساحة بتاعتك اتنين واربعتاشر من مية سنتيمتر تربيعا. لازم تجهز الزاوية بالتقدير الستيني ولازم تجهز زاوية بالتقدير cetديل وبعدين تجيب له مساحة القطع. هنا بيقول له التلات قوة دول متزنين. يعني معنى كده انه قاف واحد زائد قاف تنين زائد قاف تلاتة بيسوي المتجه الصفري زي ما شرحتنا في الحالة اللي فاتت. بس عندي مشكلة في قاف واحد انها مكتوبة بالقضة. عرفت مين يا استاذ انها مكتوبة بالقضة. اقول لك قاف واحد مكتوبة اعداد. يعني قاف اتنين. قاف اتنين عندي هي مكتوبة الف وتلاتة. قاف تلاتة عندي هي مكتوبة سالب خمسة وبه زائد اتنين. انما قاف تلاتة مكتوبة عدد وزاوية. فعشان نجيب هنقول له قاف واحد سيني. يعني في الاحتاس السيني. تمانية جزر اتنين جدا تلاتة على اربعة اللي هي مية خمسة وتلاتين. هيبقى هكتب له كده تمانية جزر اتنين في قوزين مية خمسة وتلاتين. طب انت عرفت ازاي انها مية خمسة وتلاتين. قل له تلاتة في مية وتمانين على اربعة. مية وتمانية على اربعة فعلى خمسة واربعين. تلاتة في خمسة واربعين بمية خمسة وتلاتين. يبقى هتساوي تطلع بسالب تمانين. قاف واحد صاد. يعني احداس الصاد بتاع قاف. تمانية جزر اتنين جاة مية خمسة وتلاتين. فهنيجي نقول له يبقى تمانية جزر اتنين افتح قوز صين مية خمسة وتلاتين. هتطلع بتمانين. يبقى انا كده عرفت قاف آآ واحد يبقى انا ساعتها بقى هقول له قاف واحد زائد قاف اتنين زائد قاف تلاتة بيساوي المتجه الصفر اللي هو صفر وصفر. قاف واحد خلاص عرفناها تمانية وتمانين. سالب تمانية وتمانية. قاف اتنين آآ قلناها الف وتلاتة. آآ قاف تلاتة اللي هي سالب خمسة وبه زائد اتنين. تعالى بقى جمع. عندك سالب تمانية وخمسة. أه سالب تلتاشر والف يبقى آآ سالب تلتاشر زائد الف. عندك كمان تمانية وتلاتة حضاشر واتنين تلتاشر. يبقى تلتاشر زائد بيساوي المتجه الصفر. تعالى نساويب بعض.. سالب تلتاشر زائد alf بيساوي صفر. وطلتاشر زائد به بتساوي سفر. من هنا الالب بتساوي تلتاشر. ومن هنا البيه بتساوي سالب تلتاشر. وهو عايز الف على به. الف على به يعني بيساوي تلتاشر على سالب تلتاشر. تطلع بسالب واحد. يا ترى السالب واحد ده موجود? اه يا استاذ موجود. يبقى خلي بالك من المسألة دي لان فيها لعبة صغيرة انه وقاف منهم مش مكتوبة احداثي. يعني احداثي يا بس. نقول له احداثي يعني تبقى مكتوبة بدلالة السين والصاد. يعني عدد وعدد. انما لما تبقى عدد وزاوية تبقى مهاش احداثي تبقى قطبي. وفي الحالة دي هتلابد انك انت تتحولها لاحداثي يعني تجيب السين بتاعتها والصاد بتاعتها. السين بتاعتها انك تضرب المعيار اللي معاك في جات الزاوية. والصاد بتاعتها انك تضرب المعيار في جات الزاوية. يبقى انت كده حولت القطبي الى احداثي. تاخدهم الاتنين وتقطهم في زوج مرتب ده السين وده الساط وده طبعا سين وده ساط وده طبعا سين وده ساط بتساوي المتاجة الصفر بتجمع السين مع السين مع السين يطلع لك سالب تلتاشر زائد الف وبتجمع الصاد مع الصاد مع عدد اللفصات يبقى تلتاشر زائد به بيساوي صفر وصفر بتساوي المسقط الاول بالمسقط الاول والمسقط التاني بالمسقط التاني فبينتج ان الف تساوي تلتاشر وبه بتساوي سالب تلاتاشر. خلي بالك ما تسكتش على كده. هو عايز الف على به. فبتقسم والناتج بيطلع بسالب واحد. هنا بيقول له معيار اربعة كاف الف. بيساوي معيار سالب اتناشر آآ الف. الاعداد لما تحب تخرج من بره المعيار تخرج بالنقياس. يعني ممكن اقول له نقياس اربعة كاف في معيار الف. بيساوي نقياس سالب اتناشر في معيار الف. وممكن اطير دمع ده ونقياس سالب اتناشر بتساوي نقياس آآ اربعة كاف يبقى واحد فيهم بيساوي آآ سالب او موجب التاني. يعني ممكن اكتب سالب موجب اربعة كاف بيساوي اتناشر. حيث ونقياس سالب اتناشر تطلع بالتناشر. يبقى ساعتها ممكن اقول له اربعة كاف تساوي اتناشر على اعتبارنا انا خدت الموجب. وسالب اربعة كاف تساوي اتناشر على اعتبارنا انا خدت السالب. يبقى هنا الكاف تطلع بتلاتة وهنا الكاف تطلع بسالب تلاتة ويبقى الكاف. الكاف لها قنتين موجب او سالب تلاتة والاجابة جيد. مش فاهم يا مصدر. تاني. العدد اللي جنب المعيار لما يخرج ما بيخرجش مزاجه. يخرج يتحط في مقياس. فده اربعة كاف. يبقى في مقياس اربعة كاف. ده سليب اتناشر يبقى في مقياس. شطبت انا الالف مع الالف فاطلع من قياس بيسوي مقياس. مقياس بيسوي مقياس. عايشت فكهم فكهم. وقلوا زاد او مقس واحدة بيسوي التالي. طب ليه استاذ ما كتبتش هنا سليب اتناشر? نقول له لا. مقياس سليب اتناشر يطلع بان اتناشر. انما هنا نفكه يبقى موجة بقاو ساني. قيمة المحدد اللي هو اربعة وصفر وصفر طبعا ده محدد مش مسلسي. وبناء عليه يبقى انا هنفك عن طريق الصف ده. فهاجه اقول له ايه? اربعة افتح قوس. ناقص صفر افتح قوس. زائد صفر افتح قوس. طبعا دول بصفار. يلا بقى صف وعمود يبقى اتنين في واحد باتنين. ناقص خمسة في واحد بخمسة. يبقى اتنين في سالب تلاتة يطلع بسالب اتناشر. يبقى قيمة المحدد ده سالب اتناشر وطلعنا الايجابة. ازا كان قياس الزاوية بين المستقيمين الاولان اسمو سين ناقص اتنين صاد زائد واحد والتاني اسمو سين زائد كاف صاد زائد اتنين بتساوي صفر. وكاف اكبر من الصفر. تساوي خمسة واربعين. اول حاجة بعملها بقول له ميل الاول عبارة عن سالب معامل سين على معامل صاد يبقى سالب واحد على سالب اتنين يعني بنص. ميل التاني عبارة عن سالب معامل سين يعني سالب واحد على كاف. والمفروض انه خمسة واربعين الزاوية بينهم خمسة واربعين بتساوي. معيار ده اللي هو ميم واحد ناقص ميم اتنين اللي هو زائد واحد على كاف على آآ واحد زائد ميم واحد في ميم اتنين يبقى سالب واحد على اتنين كاف. ضربت ده فتا. المفروض الكلام ده بيسوي واحد على واحد طرفين في وسطين يبقى مقياس ميم واحد زائد واحد على كاف بيسوي مقياس واحد زائد سالب واحد على تين كاف مقياس بيسوي مقياس يبقى واحد فيهم بيسوي موجب او سالب التاني اهو واحد فيهم اللي هو ميم زائد واحد على كاف بيسوي موجب او سالب التاني اللي هو واحد زائد سالب واحد على تين كاف ناخد الموجب يبقى ميم واحد هنا اللي هو النص يبقى نص زائد واحد على كاف بتسوي واحد ناقص آآ ناقص واحد على اتنين كاف وهنا ده بقى النص اللي هو نص زائد واحد على كاف بيساوي سالب واحد زائد واحد على اتنين كاف. السالب دخل على دي ودي. يلا بقى هنا. هودي ده النحياتي. واجيب النص الناحياتي. يبقى واحد على اتنين كاف زائد واحد على كاف. بيساوي واحد ناقص نص. واحد ناقص نص بنص. عشانك مع دول هضرب هنا في اتنين واضرب هنا في اتنين عشان المقامات تبقى متحدة. يبقى اتنين كاف وهنا واحد واتنين تلاتة. طرفين في وسطين يبقى ستة بتساوي اتنين كاف. تبقى كاف تطلع بتلاتة. كاف مجابة وطلع بتلاتة يبقى كويسة. لو كاف هنا طلعت مجابة بلها. مش مجابة تترفض. يلا معايا بقى. اودي دي الناحية التانية يبقى نص زائد واحد بتساوي واحد على اتنين كاف. ناقص واحد على كاف. نخليها نضرب هنا في اتنين. وفوق في اتنين. عشان تبقى المقامات المتحدة. باضرف في اتنين فوق واتنين تحت كاين باضرف واحد. بعد كده نقول له تلاتة على اتنين بتساوي اتنين كافة هي? وهنا سالب واحد. طرفين في وسطين يبقى ستة كاف بتساوي سالب اتنين. يبقى الكاف تطلع بسالب تلت. مرفوضة. هي مش عايزة تكتب. مرفوضة. لان الراجل قال ليه الكاف مجابة. يبقى ازا الكاف بتلاتة. يا ترى الاجابة دي موجودة? ولا مش موجودة? في تلاتة في تلت في واحد في سالب تلت. سالب تلت دي المفروض انها كده تعملها كده قبل ما تشتغل. لانه هو بيقول لكافة اكبر من الصدر. يعني تختار ما بين تلاتة ما تختارش ما بين اربعة. والاجابة طبعا تلاتة. هنا بيقول له ازا كان ميل المستقيم سالب تلاتة. سالب اتنين على تلاتة في فان متجه الاتجاه المستقيم يسوي كامل. طبعا انت عارف انه لو انا عندي ايه? عبارة عن الف وبيه? يبقى الميل عبارة عن به على الف. متجه الاتجاه وده الميل. طب لو معايا الميل انا معايا الميل اهو. عبارة عن سالب اتنين على التلاتة. يبقى دي به. ودي الف. يبقى ايه عبارة عن دي به. ودي الف. يبقى تلاتة وسالب اتنين. يبقى مرة تانية. اهو. ده متجه الاتجاه وده الميل. الميل بيسوي به على الف. طيب انا معايا الميل سالب اتنين على التلاتة. يبقى دي به. ودي الف. ال به تيجي هنا. الالف تيجي هنا. يبقى متجه الاتجاه كده. لو انت عايز بقى العمودي يبقى ابدل وغير اشارة. العمودي لو انت مش عايز ايه? اقول له ابدل يبقى تنين وتلاتة وغير اشارة العدد اللي انا بدلته يبقى تنين وتلاتة. هو مش عايز هنا العمودي على فكرة. ها? طيب تلاتة وسلم اتنين دي موجودة? اه تلاتة وسلم اتنين. طب ينفع سلم تلاتة واتنين. يعني آآ المتجه هنا. هنا ستة وسلم اربعة. طب ضربت المتجه في اتنين. المتجه بتاع تلاتة وسلم اتنين. ها? يبقى طب ما انا كان ممكن اعمل الميل اتنين على سلم تلاتة. يبقى اتنين وسلم تلاتة. اللي هي دي? يبقى دي تنفع. ودي تنفع. ودي تنفع لو ضربت في اتنين. ازا الاجابة الصحيحة كل ما سبق. يعني دي تنفع. تلاتة وسلم اتنين. ودي تنفع لان انا ممكن اكتب الميل اتنين على سلم تلاتة فتبقى سلم تلاتة واتنين. ودي تنفع لان انا ممكن اضرب المتجهة في اتنين مش هيجرى حاجة. يبقى الاجابة كل ما سبق. قطاع دائري محيطه عشرة. وطول قوسه اتنين سمتي. فان مساحته كام? قطاع دائري آآ محيطه عشرة. يبقى بنيجي نقول له ايه المحيط بيساوي اتنين نق زائد لام. المحيط بيساوي عشرة. ودي اتنين النق مش عارفها. والطول القوس باتنين. فبواديها الناحية التانية. اطرحها تبقى تمانية بتساوي اتنين نق. بأس مع الاتنين. يبقى ازا النق بتساوي اربعة. عايز المساحة. انت عندك المساحة بتساوي نص نق في لام. يبقى المساحة بتساوي نص نق باربعة في لام باتنين. دول بتمانية في نص يبقى باربعة. سنتيمتر تربيع. الاجابة الف. سنتيمتر التربيع. ازا كانت به صفر وتلاتة وجيم تلاتة وصفر. به صفر وتلاتة وجيم تلاتة وصفر. فان الف تقع في تلت المسافة بين به وجيم. يعني الف هنا. تلت يعني تقول له ده واحد وتقسم الواحد من تلاتة يبقى تنين. يعني لما تيجي تقول له تلت عايز اعرف النسبة. الاولاني ده زي ما هو واحد. طب والتانية دي كم نقول له اطرح التلاتة من الواحد. يطلع الاتنين. يبقى كده النسبة واحد الى تنين. يبقى يبقى كده ده الف. بيقسم به جيم بنسبة واحد الى تنين. طب عايزين احداسي الف زي ما هو طالب كده. فاقول له الف بتساوي. واحد اضربها في تلاتة وصفر. زائد اتنين اه من مقص. زائد اتنين اضربها في صفر وتلاتة. على مجموع النسب اللي هو تلاتة. يبقى الف بيساوي. واتنين في صفر بصفر يبقى تلاتة عالتلاتة فعل واحد. واحد في صفر بصفر. واتنين في تلاتة بستة. صفر وستة ستة. عالتلاتة فعل اتنين. يبقى احداسي الف واحد واتنين. ازا كان الف زائد جيم بتساوي به. والف تساوي سالب واحد واربعة. وبه بتساوي اتنين وخمسة. فان جيم بتساوي كيف? نقول له بالراحة كده نمشي واحدة واحدة على مهنك. الف زائد جيم بتساوي به. الف بسالب واحد واربعة. جيم مش عالفها. به باتنين وخمسة. انت عايز جيم. ما نودي لك ده النحية التانية. يبقى جيم تساوي اتنين وخمسة ناقص سالب واحد واربعة. رأيك لو عملتها زائد وضربت هنا في سالب بقيت موجب وضربت هنا في سالب بقت سالب. اجمع بقى. اتنين وموجب واحد تلاتة. خمسة ومسالب اربعة واحد. يبقى احداس يجيهم تلاتة وواحد. يا طرى التلاتة والواحد دي موجودة هنا. موجودة هنا. موجودة هنا. التلاتة وواحدة. رصد شخص طائرة على ارتفاع الف متر. فوجد ان قياس زاوية ارتفاعها اربعين. جيه الف متر. اوجد بعد الراصد عن الطائرة. ده الراصد. عايز الطائرة. مش مش عايز ده. يعني ده الف. ده به. ده جيم هو عايز الف جيم. فاحنا بنقوله. فاحنا بنقوله انه جاء اربعين بتساوي الف. على الف جيم. الجاء مقابل على وطر. ونقوله طرفين في وسطين يبقى الالف جيم بتساوي واحد في الف على جاء اربعين. ونعملها مع بعض. واحد في الف بالف. يبقى الف على صين اربعين. يساوي. فهتطلع الف جيم. بالف خمسمية خمسة وخمسين وسبعة من عشرة. يعني تقريبا الف خمسمية ستة وخمسين. الصورة القطبية للعدد الف بتساوي سالب تلاتة سين آآ تالب تلاتة صد. يعني الف ده نكتوب كده صفر وسالب تلاتة. يبقى المعيار بتاعه ايه? المعيار بتاعه الجزر التربيع لصفر تربيع زائد سالب تلاتة لكل تربيع يطلع بتلاتة. الظاهي بتاعته عبارة عن صاد على سين. الصاد بسالب تلاتة. والسين بصفر. يبقى لما بتبقى غير معرفة يا اما تبقى تسعين يا اما تبقى امتين وسبعين. وبما انها فيها سالب يبقى دية ميتين وسبعين. يعني ازا هي هتطلع بمتين وسبعين. ميتين وسبعين دي اللي هي تلاتة باي على اتنين. يبقى معنى كده انه المتجه الف ده عبارة عن معياره تلاتة وتلاتة باي على اتنين. فين الكلام ده? فين الكلام ده? الكلام ده في الدالة. معدلة المستقيم المر بالنقطة تلاتة واربعة. وبنقطة التخاطع المستقيم تلاتة سين زائد اتنين صاد نقص سبعة بتساوي صفر. آآ آآ ره بتساوي سالب اتنين وصفر وكاف تلاتة واتنين. طبعا احنا متعودين لما بيبقى عايزين نجيب نقطة التقاطع المستقيمين بنحولها الى معادلات احداثية ونحل المعادلتين نساوها مع بعض. فتعالا نحول دي الى معادلة احداثية الاول. اللي هي هديد قصاد ناقص صفر بتساوي الميل اللي هو اتنين على التلاتة به على الف. افتح قصصين ناقص يبقى زائد اتنين. بتضرب في تلاتة يبقى تلاتة صاد بتساوي تلاتة تضربت هنا بتساوي اتنين سين زائد اربعة. واندخلها جوه يبقى تلاتة صاد مقص اتنين سين بتساوي اربعة. وانا عندي هنا آآ تلاتة سين زائد اتنين صاد بتساوي سبعة. خلي بالك عشان تحل المعادلات دي بالالة لازم ترتبها. لازم السين تبقى تحت السين. هقوله سالب اتنين سين زائد تلاتة صاد بتساوي اربعة. وتلاتة سين زائد اتنين صاد بتساوي سبعة. هنا بقى ممكن نقوله تعالى نحل بالالة. بالالة هي جنبي اهيه? قدامك وتعمل تلاتة واحد. وتقوله سالب اتنين يساوي تلاتة يساوي اربعة يساوي. وبعدين تلاتة يساوي اتنين يساوي سبعة يساوي يساوي. فيطلع السين بواحد. والصاد بتنين. يبقى انت كده كأنك معاك نقطتين. النقطة الاولى تلاتة واربعة. انت عادت مستقيم اهو بيمروا بنقطتين. النقطة الاولى تلاتة واربعة. والنقطة التانية واحد واتنين. فتعالى بقى معايا نجيب الميل. انا عايز معادلة مستقيم. يبقى الميل بيساوي. صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد. يبقى هتساوي. صاد اتنين انا هفرض ان دي سين واحد ودي صاد واحد. ودي سين اتنين ودي صاد يبقى اتنين ناقص اربعة. وبعدين واحد ناقص تلاتة. دي هتطلع بسالب اتنين. ودي هتطلع بسالب اتنين برضو. يطلع بواحد. وتبقى المعادلة صاد ناقص صاد واحد بتسوي الميل في سين ناقص صاد واحد. صاد ناقص صاد واحد اللي هي اربعة. بتسوي الميل اللي هو واحد في سين ناقص صاد واحد اللي هو تلاتة. يبقى صاد ناقص اربعة بتسوي سين ناقص تلاتة. دخلهم جوه كلهم يخشوا جوه يبقى ساطق ناقس سين ناقس اربعة زائد تلاتة بتساوي صفر. تبقى ساطق ناقس سين ناقس واحد بتساوي صفر. شايف بقى هنا الحل? هنا عندي سين ناقس ساط زائد واحد بتساوي صفر. لو ضربناها في سالب هتبقى ساطق ناقس سين ناقس واحد. لو ضربت دي في سالب. هتبقى دي سالب سين. دي زائد ساط. دي ناقس واحد. هتبقى ساط ناقس سين ناقس واحد. ساط ناقس سين ناقس واحد. يعني المعادلة دي هي المعادلة بتاعتنا بس مقلوبة. واحنا جايبينها ساط ناقس سين ناقس واحد. ولو ضربناها في سالب هتبقى سالب سين. اهي. اه موجب ساط. اهي. سالب واحد اهي. يبقى الاجابة الف. يا اما نعدل اجابتنا احنا بان احنا نضرب المعادلة دي في سالب. فتيبقى زي المعادلة اللي هناك. احنا قلبنا المعادلة للاجابة. لكن ممكن نقدد اجابتنا احنا عشان تبقى الاجابة واحدة. هنا مديني رسمة. ومديني الشكل المحدد المظلل اللي هو اللي هنعمل منه الحلول. ومديني دلة الربح. وبيقول لي انا عايز اصغر قيمة. فانا بحدد له الف. ماشي ازاي تلاتة وتلاتة. يبقى اقول له الف تلاتة وتلاتة. به ماشي ازاي خمسة وستة. يبقى به خمسة وستة. آآ دال. دال عبارة عن صفر واربعة. جيم عبارة عن صفر وستة. يلا بقى نحقق كل واحدة فيهم. نجيب له ره الف. نجيب له ره به. نجيب له ره دال. نجيب له ره جيم. ره الف عوض. تلاتة في تلاتة زائد اتنين في تلاتة. تلاتة في تلاتة بتسعة وتنين في تلاتة بستة يبقى خمستاشر. ره به. دي خمسة. تلاتة في خمسة زائد اتنين في ستة. تلاتة في صفر زائد اتنين في ستة. تطلع باتناشر. اصغر قيمة هي دال. يبقى دال تحقق القيمة الصغرى. والقيمة الصغرى ديت بتبقى بتمنى. قطاع دائري مساحته خمسة واربعين. وطول قطر دائرته عشرين. اوجد محيطه. اولا من ما يجي يقول لي القطر بيساوي عشرين اقول له يبقى نق بتساوي عشر. بعد كده هقول له المساحة بتساوي نص نق في لام. خلي بالك ده سؤال مقالي. فلازم تهتم بالخطوات. يبقى خمسة واربعين بتساوي نص فيه نق بعشرة في لام. على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الخمسة. بالاسم على الخمسة يبقى لام بتسعة. بعدين المحيط بيساوي اتنين نق زائد لام. يبقى اتنين في عشرة زائد لام اللي هي تسعة تبقى تسعة وعشرين. يبقى هو ده المسألة مقالي. لابد انك انت تهتم بخطوات الحل. لان هم وهم بيحطوا الاجابة بتاعت الاجابة النموذيجية بيوزعوا كل خطوة من دول عليها نص درجة. السؤال كله بيبقى عليه تلاتة. اذا كان الف عبارة عن ستة واربعة. وبه عبارة عن اتنين هو مين? وكان الف عمودي على به. فان مين بتسويه? عمودي الف. عمودي على به يبقى ميم واحد. في ميم اتنين بيسوي سلب واحد. ميم واحد اربعة على ستة. به على الف. في ميم اتنين ميم على اتنين بيسوي سلب واحد. على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين. على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها التلاتة. يبقى ميم على التلاتة بيسوي سلب واحد. طرفين في وسطين. يبقى ازا ميم بيسوي سلب تلاتة. الاجابة به? مرة تاني رغم ان السؤال مقالي الا ان احنا اختياري انما ان احنا بنمشي معاك انت بقى عشان تفهم قطوات الحل بالراحة كده ده عمودي يبقى ميم واحد في ميم اتنين بتسوي سالب واحد ميم واحد ده اجيبها ازاي به على الف يبقى اربعة على ست ميم اتنين اجيبها ازاي به على الف ميم على اتنين اختصر على الاتنين فيها الواحد باختصر بست مع مقامه. انا بشوف ناس بتختصر مقامه مع مقامه. لا على الاتنين فيها الواحد على الاتنين. وهنا برضو على الاتنين فيها الواحد على اتنين فيها تلاتة فبقيت ميمة على تلاتة بتساوي سالب واحد على واحد. طرفين في وسطين تبقى الميم بسالب تلاتة. شرط التوازي انو الالف تساوي عدد بالبيه. والعدد لما يبقى موجة يبقى الاثنين متوازين وفي نفس الاتجاه. العدد لما يبقى سالب يبقى الاتنين متوازين برضو بس واحد في اتجاه و التاني في عكس الايه? الاتجاه. وهو بيسألك هل الالف عمودي على به? ولا الف يوازي به? ولا معيار الالف بيسوي معيار به? ولا تلاتة الف بتتاوي به? آآ كل ده معناه ان الالف بيوازي به. لما يبقى الالف بيسوي عدد. متجه الف. بيسوي عدد في متجه. اي ان كان العدد. يبقى ده شرط التوازي. او تبقى الحكاية كده موجودة. اوجد معيار محصلة القوتين قف واحد اللي هي سلب تلاتة وجزر تلاتة وقف اتنين بسوي تلاتة. احنا اخدنا اتزان. اخدنا الاتزان لكن ما اخدناش المحصلة. فانا بقول له ان المحصلة بيسوي قاف واحد زائد قاف اتنين. المحصلة بتسوي قاف واحد اللي هي سلب تلاتة وجزر تلاتة زائد تلاتة وتلاتة جزر تلاتة. اجمع بقى سلب تلاتة وتلاتة صفر وجزر تلاتة واربعة جزر تلاتة يبقى اربعة جزر تلاتة. يبقى هي دي المحصلة. صفر واربعة جزر تلاتة. خلي بالك هو عايز معيار المحصلة. يبقى اجي اقول له معيار المحصلة بيسوي الجزر التربيع صفر تربيع زائد تربيع الاربعة ستاشر في تلاتة. يبقى آآ تمانية واربعين اخد جزرها بقى. حيطلع باربعة جزر تلاتة. يبقى هو ده معيار المحصر. خلي بالك المسألة دي مقالة. ممكن تجي لك المسألة هي يقول لك البعد بين المستقيمين. تلاتة سين ناقص اربعة سات زائد عشرين بتسوي صفر. والمستقيم تلاتة سين ناقص اربعة سات زائد عشرة بتسوي صفر. يعني انا عندي مستقيم كده ومستقيم كده. المستقيم ده اسمه تلاتة سين ناقص اربعة سات زائد عشرة بتسوي صفر. والمستقيم ده اسمه تلاتة سين ناقص اربعة سات زائد عشرين بتسوي صفر. هو عايز البعد ده. في قانون بيخلينا نجيب البعد ده بطريقة جميلة جدا. القانون بيقول النلام اللي هو البعد بيساوي مقياس جيم واحد ناقص جيم اتنين على الجزر التربيعي الالف تربيع زائد به تربيع. بس بشرط ان جيم واحد وجيم اتنين اللي هما دول يبقوا جوه مش برا. لان انا ما اقدرش اقول دي الف ودي به ودي جيم الا لما تبقى المعادلة صفرية. يعني لو هو يبقى هنا ما سابوش جيم. الا لما يخش جوه. فيبقى ده جيم اه واحد وده جيم اتنين او العكس مش تفرق لان بينهم من قياس. وهنا الفوا به معامل احدهم. يعني اصلا لما بيبقى المستخدمين متوازين بيبقى المعاملات دي زي بعض. فتاخد معامل ده او معامل ده مفيش مشكلة. فبيبقى عبارة عن الجزر التربيعي لتلاتة تربيع بتسعة زائد اربعة تربيع بستاشر على جيم واحد اللي هي عشرين ناقص جيم اتنين اللي هي عشرة فتطلع بعشرين ناقص عشرة بعشرة على خمسة. ده الجزر التربيع الخمسة عشر بخمسة فيطلع الناتج البعد بيساوي اتنين. قانون سهل جدا وبسيط ومش بتعمل حاجة كتيرة. انت مجرد ما بتربع معامل سين هنا وهنا واحد يقول لي انهي فيهم. ده ولا ده هنقول له لاتنين واحد عادي مفيش مشكلة. وبتطرح جيم واحد كل اللي انا شرطه عليك انه لازم جيم واحد وجيم اتنين يبقى جوه مش برا. آآ بالنسبة لما يجي يقول لك انا عايز مساحة المسلس الذي اطواله اربعة سنتي وستة سنتي وتمانية سنتي. طبعا دي قاعدة ترون. قاعدة ترون انه بتجيب المساحة عن طريق المحيط الاضلع. فبتجيب له اتنين حه اللي هو المحيط. المحيط بيساوي اتنين حه اللي هي اربعة زائد ستة زائد تمانية. بتجمع الاطوال كلها اربعة وستة عشرة زائد تمانية يبقى تمنتاشر. وبعدين اقول له يبقى حه بتساوي تسعة. وبعدين اقول له مساحة المسلس عبارة عن الجزر التربيعي لحه. يحه ناقص اربعة. يحه ناقص ستة. يحه ناقص تمانية. وبالمنظر ده يبقى المسألة عبارة عن جزر تسعة في تسعة ناقص اربعة في تسعة ناقص ستة في تسعة ناقص تمانية. وتعالى بقى نعمل لك المسألة بالقالة. جزر تربيعي لتسعة افتح قوس تسعة ناقص اربعة. اقفل القوس. افتح تاني. تسعة ناقص ستة. اقفل القوس. وبعدين افتح تاني تسعة ناقص تمانية اقفل القوص دوس يساوي فتطلع بتساوي تلاتة جزر خمستاشر. احيانا المسألة بيبقى لها اختيارات. وان التلاتة جزر خمستاشر دي مش من ضمن الاختيارات. الف. به. جيم دال. الف مية تلاتة وسبعين وتسعة من عشرة. به. حداشر وستة من عشرة. جيم تلاتتاشر وتسعة من عشرة. دال واحد واربعين وستة من عشرة. انت مطلع مسألة تلاتة جزر خمستاشر ومش موجودة. بتيجي انت كده على وهي طالع الناتج كده بتقدس اس دي. فيطلع الناتج حداشر وستة من عشرة. يعني احيانا بيبقى حلك انت صح. لكن الحل بتاعك مش موجود في الاختيارات. مش معنى كده ان انت غلط. انما معناها انك انت عايز تعدل اجابتك تبقى شبه الاختيارات اللي موجودة. فانعدلناها فطلعت حداشر وستة من عشرة. قاعدة هيرون بتساوي المحيط باتنين حا وتجيب المحيط وتختصر تطلع حا. بعد ما تطلع حا تبدأ تجيب بقى المساحة حا ناقص حا ضلع الاول وحا ناقص الضلع التاني وحا ناقص الضلع التالت. كاتبلو هنا ازا كانت الف مصفوفة على النظم اتنين في تلاتة. وبه مد على نظم واحد في تلاتة. فان الف في به على نظم ايه? واقيل له بقى الف وبه وجيم ودال. تلاتة في تلاتة. تلاتة في واحد. اتنين في واحد. واحد في اتنين. فانيجي نقول له ادي الالف مضروبة في البه. المفروض انها بتسوي جيم. الف اتنين في تلاتة. به به مد واحد في تلاتة. به مد واحد في تلاتة. طيب به بس اقلب تبقى ايه? تلاتة في واحد. اول ملاقي الاتنين اللي في النص شبه بعض بشطوبهم. واقل له يبقى الناتج عبارة عن اتنين في واحد. اتنين في واحد دي موجودة? ايهوة يا مصدر. بيقول لي قياس الزاوية بين المستقيمين الذي مي لهما نص وسلب اتنين. يساوي. وراح ايه اللي بقى الف وبه وجيم ودال. خمسة واربعين ولا تسعين ولا مية وعشرين ولا مية خمسة وتلاتين. اول ما تجي لك مسألة زي كده ومديك الميلين اول حاجة تعملها تضرب الميلين في بعض. فان طلعوا سلب واحد يبقى معنا كده ان الميلين دول متعمدين. ما تيجي تقول له نص في سلب اتنين بسلب واحد. يبقى الميلين المتعمدين. دي بقى الزاوية كام? الزاوية تسعين. يبقى انت ريحت روحك. انت كده ريحت روحك. انا بيفرض يا اساس ما تلعوش سلب بقى. خلاص يبقى نشتغل بقى بالقانون ونقول له زاهر بتساوي مقياس من واحد نقس من اتنين على مقياس واحد زائد. من واحد ومن اتنين. لكن انت النظرة الاولى للمسألة ادى لك من لين? قال لك نص وسلب اتنين. اضربهم في بعضنا. طلعوا بسلب واحد. شكرا انت ريحتيني والزاوية تسعين. زي المسألة دي مسلا. ما ييجي يقول لي مسلا خلي بالك? ييجي يقول لي ايه? قياس الزاوية بين المستقيمين. سين تساوي اتنين وساط تساوي الخمسة. وراح ايه اللي برضو نفس الاختيارات به دي مدال التسعين ولا ستين طبعا درجة. ولا تلاتين ولا خمسة واربعين. خلي بالك مستقيم سين بتساوي اتنين ده يبقى بيوازي محور الصادات. ادي واحد اتنين بيوازي محور الصادات. مستقيم ساط بتساوي خمسة ده يبقى تقول له واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ادي ساط بتساوي خمسة هيه. ويوازي محور. بص تلاقي هتلاقي ان ده سين بتساوي اتنين وده ساط بتساوي خمسة. الزاوية اللي بينهم تسعين. خلي بالك لو سين وسين يعني لو سين بتساوي اتنين وسين بتساوي خمسة. هتلاقيهم متوازيين والزاوية بينهم صفر. لو صاد وصاد يعني لو صاد بتسوي خمسة. وصاد بتسوي اتنين. هتلاقي ان المستخيمين دول متوازين والزاوية بينهم صفر. لازم يبقى سين وصاد. سين تسوي عدد. وصاد تسوي عدد. لما سين تسوي تلاتة. وصاد تسوي سبعة. سين بتسوي اتنين. وصاد بتسوي خمسة. يبقى دول مستخيمين متعمدين. والزاوية تسعين. ومش هنجرب حاجة. ده كمان ايه بقى لما قل لك سين بتسوي اتنين يعني ميلها غير معرف. ولما قل لك صاد بتسوي خمسة يعني ميلها بيسوي صفر. مستقيم ميله غير معرف ومستقيم ميله بيسوي صفر. يبقى معنا كده انه عاملين زي ميل محور صنات وميل محور صلاة. وساعتها برضو يبقوا متوازين. يبقى في حاجتين الزاوية بينهم تسعين. يا اما يديني ميلين اضربهم في بعض يطلع بسالب واحد. يا اما يديني ميلين بين مستقيمين. سين بتسوي عدد وصاد سين وصاد. وصاد تسوي عدد في الحالة دية هنقول له لكن لو سين وسين سفر. صاد وصاد سفر. خلي بالك برضو انه لما يدي لك مسلا قا سيتا ناقص زا سيتا بتسوي خمس. وبعدين يطلب منك قا سيتا زا زا سيتا بتسوي كام? ويفضل بقى يدي لك احتيارات الف وبه وجيم ودال ويقول لك اه عشر خمسة اه واحد على خمسة وعشرين واحد. انا بقول له على طول لما تشوف دي وتشوف دي قل له ده معكوس دربيل ده. ده معكوس دربيل ده وبالتالي لو ده خمسة يبقى ده خمسة. يبقى كل الهقص اللي انت اديتوني ده غلط. اجابة ايه? خلي بالك دي. وكمان دي معكوس دربيل الاخر اللي هي قا سيتا ناقص زا سيتا وقا سيتا زا زا سيتا كلا منهم معكوس دربيل الاخر لان حصل ضربهم بسوحت. وعندك كمان قا سيتا ناقص زا سيتا وقا سيتا زا 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 سيتا بتسوحت كلا منهم معكوس دربيل الاخر لو اداني واحدة اقلب واجيب التد. مش اقلب وغير اشارة انا مش بجيب الميل. اقلب بس. لاجاد المعكوس بقلب. وبس. لاجاد الميل بقلب وغير اشارة. ممكن تجيني مسألة ويجي يقول لي مجموعة هل المعادلة? اللي هي سين زائد اتنين واتنين وسين وسين ناقص تلاتة. بتصور معا. ويقول لي حل المعادلة دي. فهقول له ان المحدد السنائي بيساوي حاصل ضرب القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب القطر الفرع. يبقى هقول له كده. سين زائد اتنين. الحل. بسين ناقص تلاتة ناقص اتنين سين بتصور بقى. اضرب بقى وخليك شاطر وانت بتعرف تضرب قصين. سين في سين بسين تربية. سين في سلب تلاتة بسلب تلاتة سين. اتنين في سين بموجة باتنين سين. اتنين في سلب تلاتة بسلب ستة. ناقص اتنين سين بتصور بقى. يلا بقى ده موجة باتنين سين. وده سالب اتنين سين. راحوا مع بعض. وبقت المسألة سين تربيع. مقص تلاتة سين. دي سلب ستة. وهجلها سلب اربعة. يبقوا سلب عشرة بتصور صفر. واحلل قصين. سين وسين ناقص. وزائد خمسة في اتنين. يا اما السين تسوي خمسة. يا اما السين بتسوي سالب اتنين. ويبقى مجموعة الحل لانه طالب مجموعة فيها خمسة وسالب اتنين. خلي بالك مش زوج مرتب. اما الامت يا استاذ احط زوج. حط الزوج المرتب لما تبقى فيها سين وساط. لكن لما تبقى فيها سين وسين تبقى مجموعة بس من غير زوج مرتب. عندي برضو مسائل على التطبيقات لما بيجي يقول لي عين الف بتساوي سبعين يه. وعين به بتساوي سالب عشرين يه. وفان عين الف بالنسبة لبه بتساوي كام يه? دي اسمها السرعة النسبية. والحقيقة ان احنا هناخدها باستفاضة السنة الجاية بازن الله للي هيدرس علمي. لانها هتبقى في مادة اسمها مادة التطبيقية. لكن انت بتاخد قانون واحد بس فيها. انه عين الف بالنسبة لبه. السرعة النسبية لالف بالنسبة لبه. بتساوي بحسب الترتيب كده. عين الف ناقص عين به. وبتبقى على شكل متجهات. يبقى عين الف بالنسبة لبه. عين الف بسبعين يه. مقص عين به هي ناقص. وهي سالب عشرين يبقى زائد عشرين يه. والناتج يبقى تسعين يه. وما تنساش انه عين الف بالنسبة لبه بيساوي سالب عين به بالنسبة للألف. يعني انت بعد ما جبت عين قلب بالنسبة للبه تساوي تسعين. لو طلب منك. قال لك انا عايز عين به بالنسبة للألف. قل له خلاص حاضر. سالب تسعين. يعني دي بتساوي سالب دي. ودي بتساوي سالب. وهنا برضو عايز اؤكد على ان السالب هنا مش سالب طيبة. انما هنا ده سالب اتجاه. برضو هنا احنا اتفقنا انه موضوع القوة نعين. اما قوة لها محصلة. اما قوة تبقى متزنة. القوة الليها محصلة بنقول له تساوي قاف واحد زائد قاف تنين زائد قاف تلاتة وبيبقى قاف واحد قاف اتنين دول آآ ازواج مرتبة. قب نجمعهم وبيبقى برضو زائد مرتبة. اما القوة متزنة برضو بيبقى قاف واحد زائد قاف اتنين زائد قاف تلاتة بس مفيش بقى محصلة فبتبقى المنتجه السفر. فهو يبقى انت خلي بالك من انه لو هي ليها محصلة بنجيبها. لو ملهاش محصلة وقال لي انها متزنة فبنقول له بتساوي صفر اللي هي صفر وكام وصفر. هو فمسألة من المسائل قال لي قاف واحد بتساوي خمسة وسالب اتنين. وقال لي قاف اتنين عبارة عن الف وسالب تلاتة. وقال لي قاف تلاتة عبارة عن سالب سبعتاشر وبه. وقال لي ان القوة متزنة. وعايز الف زائد به. فبقول له بما ان القوة متزنة يبقى خمسة وسالب اتنين زائد الف وسالب تلاتة زائد سالب سبعتاشر وبه بتساوي المتجه السفر اللي هو صفر وصفر. اجمع معايا بقى السين خمسة. والالف والسالب سالب سبعتاشر هتبقى خمسة وسالب سبعتاشر بسالب اتناشر زائد الف. السالب اتنين والسالب تلاتة سالب خمسة. وبه يبقى سالب خمسة زائد به بتساوي صفر وصفر. هنا بقى يساوي له الاول بيساوي الاول والتاني بيساوي التاني. يعني تعالى نقول له تعالى نقول له انه سالب اتناشر زائد الف بتساوي صفر. والمسادب خمسة زائد به بتساوي صفر. من هنا الالف بيساوي اتناشر. والبه بتساوي خمسة. ولو انت عايز الف زائد به لان هو قال له اوجد الف زائد به. فاقول له الف زائد به بيساوي اتناشر زائد خمسة بتساوي سبعتاشر. وقف شخص على صخرة ارتفاعها اربعين متر. وقف شخص على صخرة ارتفاعها اربعين متر. ولاحظ ان سفينتين في البحر على شعاع افق واحد من قاعدة الصخرة. وقاس زاويتي ان خفاء ضيهما. فوجد قياسهما خمسة وتلاتين اتناشر وتلاتة وخمسين ستة. اوجد البعد بين السفينتين. يلا نرسم مع بعض. يلا نرسم مع بعض. هنرسم هنلاقي ان ان انا عندي صخرة هي. وعندي سفينتين. اتجاه واحد. اهم. ادي السفينة هنا ودي سفينة هنا. وانا قست زاوية الانخفاض. هده. ورحت ايس زاوية انخفاض السفينة الاولى طلعت خمسة وتلاتين اتناشر. وقست زاوية انخفاض السفينة التانية كده طلعت آآ تلاتة وخمسين ستة. وطبعا بالتبادل هتبقى دي خمسة وتلاتين اتناشر. وبالتبادل هتبقى دي تلاتة وخمسين ستة. وده اربعين متر زي ما هو قال. ودي آآ ودي بيه. ودي جيم ودي دال. وهو عايز البعد بين السفينتين يعني عايز جيم دال. امشي معايا بقى واحدة واحدة. وقل لي في المسلس آلف به بال الكبير. القائم. ما له يا سيدي المسلس نقول له انه اربعين على باه دال بتساوي زا خمسة وتلاتين اتناشر. او زا خمسة وتلاتين اتناشر بتساوي المقابل على الوطرا. طرع فان بقى في وسطين? يبقى باه دال بتساوي اربعين في واحد باربعين على زا خمسة وتلاتين اتناشر. يلا نجيبها بالقالة بقى. اهو. لازم تتأكد ان انت معاك حرف الدين. فتيجي تقول له اربعين على تان خمسة وتلاتين كمى اتناشر كمى اقفلوا القوس يساوي فتطلع بتساوي ستة وخمسين علامة سبعة. كل ده كده بيساوي ستة وخمسين علامة سبعة. فعلا بقى اخش في المسلس. الف ده جيم. الصغير ده. برضو هقول له اربعين على بهجيم بيساوي تلاتة وخمسين ستة. وطرفين في وسطين هتقدر تجيب بهجيم. بهجيم هيساوي اربعين على تان ستة وخمسين تلاتة وخمسين كمى ستة كمى. اقفل القوس يساوي. فتطلع تقريبا بتساوي تلاتين. دي ترعت بتلاتين. عايزين بقى بعد بين السفينتين اللي هو جيم دال. هتبقى ستة وخمسين علامة سبعة. ناقص تلاتين. هتطلع تقريبا ستة وعشرين وسبعة من عشرة. ده البعد بين السفينتين. البعد بين السفينتين. تعال نشوف مسألة بيجي بيقولك فيها المصفوفة دي. المصفوفة دي اللي هي سين ذا تلاتة واتنين. واتنين وسين ناقص آآ تلاتة. آآ ليس لها معكوس ضربي. عندما سين تساوي كام ومديله اختيارات الف وده وجيم ودال موجب او سالب تلاتة موجب او سالب جزر تلاتاشر خمسة موجب او سالب خمسة. فعلشان نقول له المصفوفة دي ملهاش معكوس ضربي او ملهاش معكوس آآ ده لازم نجيب المحدد. طب نقول له المحدد ده آآ ما هي ملهاش معكوس ضربي يبقى بيساوي صفر. طب وما تحدش ده معكوس ضربي إلا زي كان المحدد بيساوي صفر. يبقى تعالى نضرب دول في بعض كده. ده فرق بين مربعين اللي هو سين زائد تلاتة في سين ناقص تلاتة. ناقص اربعة بيساوي صفر. يبقى سين تربيع ناقص تسعة ناقص اربعة بتساوي صفر. يبقى سين تربيع ناقص تلاتاشر بتساوي صفر. يبقى سين تربيع بتساوي تلاتاشر. اذا السين تساوي موجب او سالب جزر تلاتاشر. اللي هي الاجابة به. يبقى امتى المصفوفة ما يكونش لها معكوس آآ جمعي? دربي اسف لما يكون المحدد بيساوي صفر. احيانا بيبقى من ضمن المسائل المقالية انه هو يقول لك اعمل معادلة معادلة مستقيم. فهو هنا بيقول له انا عايز معادلة محور التماسل آآ للقطعة المستقيمة الف به. عايزه الف عبارة عن اتنين وسالب واحد. وبه عبارة عن اربعة وتلاتة. وعايز كده معادلة التماسل. طيب معادلة التماسل دي بتعمل ايه بقى فاهمني او ساز انا مش فاهم. اقول لك معادلة التماسل ديت عبارة عن آآ ان انت معك قطعة هي. اسمها الف به وتيجي انت عند في المنتصف كده. عايز العمودي عليها من منتصفها. يبقى ده اسمه محور التماسل. المستقيم العمودي عليها من منتصفها ده محور التماسل ودي الف ودي به. الف بكم? الف باتنين وسالب واحد. به بكم? به باربعة وتلاتة. وتعالى بقى انا عايز معادلة المستقيم ده. وانا مش عندي ولا حاجة عليه. ولا عارف نقطة ولا عارف ميل. نقول له سهل لا اجيب النقطة يا مصدر. انا لو سميت النقطة دي جيم هي احداسي المنتصف. جيم هي احداسي المنتصف. اللي هو مجموع الصنات على تنين يبقى اتنين زائد اربعة على اتنين. ومجموع الصادات على اتنين اللي هو سالب واحد زائد تلاتة على اتنين. يعني ستة على الاتنين في هالتلاتة. وتنين على الاتنين في هالواحد. ازا ان انا كده عندي النقطة جيم. طب عايز اجيب الميل بتاع المستقيم ده. نقول له اجيب لك ميل قلب به. ميل قلب به. عبارة عن فرق الصادات اللي هو تلاتة ناقص ناقص واحد. تلاتة ناقص ناقص واحد. على فرق السنات اللي هي اربعة ناقص اتنين. ناقص ناقص واحد يعني اربع على اتنين فيها لتنين. ده ميل الالف به باتنين. يبقى ميل المستقيم ده يبقى ميل للمحور بيسوي سالب نص. كده انا اصبح معايا ميل ومعايا النقطة اللي هي تلاتة وواحد. اقدر اقوله صاد ناقص واحد. بيتسوي سالب نص في سين ناقص تلاتة. بالضرب في اتنين. يبقى اتنين صاد ناقص اتنين. الاتنين هنا هتروح وتخش السالب واحد هنا بسالب سين. وتخش هنا بموجب تلاتة. يلا بقى دخل المعادلة كلها مع بعض. يبقى اتنين صاد ناقصين بتساوي خمسة. وديت للتلاتة الناحية التانية. الاتنين الناحية التانية. فتبقى معادلة محور التماسل اتنين صاد ناقصين بتساوي خمسة. افكرك تاني بان احنا عندنا اربع اسئلة مقالي. سؤال على جمع وطرح المتجهات. وسؤال على ازاي تثبت ان فيه تلات نقطة اه على استقامة واحدة. واحنا اخدناها وناخدها تاني لو انت عايز نسألك فيها. اه ومسألة تاني ازاي تثبت اه اللي هي اه زوايا الارتفاع والانقفاض. والمسألة بتاعتنا دية اللي هي انك تعمل معادلة خط مستقيم. واخيرا سؤال على البرمجة الخطين. اخر سؤال بناخده اللي هو ازا كان ازا كان اه اتنين واحد وتلاتة وسليب واحد. وهنا الف وبه. وهنا اه تسعة وستة. بيقول له فان الف زائد به بتساوي ايه? ومتدي له اختيارات الف وبه وجيم ودال هنا تلاتة هنا اربعة هنا خمسة هنا ستة. وزي ما انت عارف كده بقى اه اه المصفوفة دي مصفوفة المعاملات. المصفوفة دي مصفوفة المجهيل. المصفوفة دي مصفوفة النواتج. يعني لو عندي معادلتين انا ممكن اطلع منهم مصفوفة المعاملات وحطها هنا. وطلع منهم السين والصاد وحطهم هنا. وطلع منهم النواتج وحطها هنا. ولو قال لي حل المعادلة دي بطريقة المصفات. تعال نعلمك نحلها ازاي? احنا بنضرب في اه معكوس المصفة دي باليمين. فلو ضربتها هنا يديني اي. كأنه بيديني واحد. فكأني بقوله اقوله الف وب. وهضربها هنا في في الشمال سالب واحد اتنين واحد تلاتة وسالب واحد. والمصفة دي تسعة وستة. دي علشان اجيب المصفة بتاقتها اجيب المحدد بتاعها الاول. المحدد عبارة عن سالب اتنين ناقص تلاتة يطلع بسالب خمسة. ويبقى ساعتها اقوله الف وب بسالب واحد على خمسة وتعالى بقى غير دول يبقى سالب واحد واتنين. غير اشارات دي يبقى سالب واحد وسالب تلاتة. اضربهم في تسعة وستة. يلا اضرب معايا بقى. صف فعموت. ما تنساش انت معك سالب واحد على خمسة هنا. سالب واحد في تسعة بسالب تسعة. سالب واحد في ستة بسالب ستة يبقى سالب خمستاشر. صف فعمود سالب ثلاثة في تسعة بسالب سبعة وعشرين انين في ستة باتناشر يطلعوا سالب خمستاشر واضرب السالب خمس فيهم سالب في سالب وموجب وخمستاشر على خمسة هتطلع تلاتة وتلاتة يبقى اذا بالمقارنة الف تسوي تلاتة وبه تسوي تلاتة انت عايز الف زائد به يعني عايز تلاتة زائد تلاتة هتطلع بكام؟ تطلع بستة والاجابة ستة احنا بالمنظر ده قدرنا نراجع مراجعة شاملة معاك مراجعة للحلقة الاولى ومعاك مراجعة على الحلقة التانية بشكركم والى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كامل وقت خد كام